يوار لايك وتلقيت القدح وقليل من المتح من أطراف عديدة ونجد قدني نشأت جراح قوية وعميقة في خلوك كثيرين ولا أعرف ما الأمر ولا الآن أحاول أعالج ما أستطيع معالج على الكراح أهلا وسهلا بالصديق محمد صالح هو كان من أشد الأعداء بهذه المحاورات الحوارات الحنيفة وتضحى بها بأنني كنت على خطأ ومو مشكلة على كل حال نحن متحاولين على هذه السؤال فلسيها المهم يعني أنا يبدو يعني رغم اتفاقنا على كثير من الأمور لابد لازم وجدنا بينما نحن كثير من نقاط الخلافة وراح الموضحة الآن أولاً حتى لا أقل ولا أكثر يعني العملية جداً ودية حتى وين رأى الأستاذ خلاف ذلك لا أنا لا أستاذ ولا عمر ما رح أكون أستاذ أنا آخر واحد بالعالم يصير أستاذ لأنني أفسد ولا أصلح دائماً سيكون محور الحديث البوس قلت به بعض يقولون بأننا لسنا أحفاد قلقاميش وأحفاد راع وأحفاد الفراعنة وأحفاد الشومريين من بابليين إنما أحفاد جئنا من الجزيرة العربية والبعض يقول جئنا منها ماكن أخرى لكن عموماً كل أهلا ينتسب إلى جذر عربي ونبدأ أن هذا الجذر انطلق في لحظة معينة قبل 1450 1450 سنة واشتاح المنطقة وكل من هو على هذه الأرض هو من نسلة يرجع إلى تلك المنطقة تحديداً وهذا يعني بأنه نحن مقيمون في هذه المنطقة كسكان جدد أو طارئين أو نازحين من مكان واحد محدد هو الجزيرة العربية والبعض يقول جنوب الجزيرة من اليمن والبعض يقول أنهم من منتصف الجزيرة وبعض يقول من شمالها فإحنا كل أهلا طلعنا بالأخير أنهنا عرب عاربة وليسنا وبعض منهم مستعربة وهذه القصص كلها صارت القضية أنا أقول لك البوست بالضبط حتى لا الشتة تقول قلت بالضبط أن هناك البعض اللي يقول نحن لسنا أحفاد جلقامش وللفرائنة جئنا من الجزيرة العربية وأقول ما أغبى وأخبث هذه الأسطورة الشعوب عاشت على أخصب الأنهار وفي مناطق خصبة تنسب نفسها لحفنة قطع طرف يقتلهم الجوء في صحارة مجدبة فأين الخبث يا ترى الخبث برأي أن نجعل مذاهب فاشية تسلخ ذاتنا من ذاتنا وتسلبها حتى حق الجغرافية التي يولدنا وعشنا وسطها ورأيت بأن هذه فاشية تجعلنا ننتسب فخورين لعالم خرافي يصلي ويرجد سكانه كلمات غامضة من مطلع حياتهم حتى مماتهم وما الغاية من كل هذا استعبادنا جسدا وروحا وأن نصدق بأن العراقيين ليسوا أبناء العراق وأن المصريين ليسوا أبناء أمس وأن أهل الشام ليسوا أبناء الشام وأن أهل المغرب ليسوا أبناء المغرب كلنا أتينا من منطقة واحدة وهذا هدف رأيت بأنه فيه فيه استهانة بتاريخ عريق لهذه الشعوب وأيضا وهذا ما راح نوضح الآن تفاصيل صراح وأترك الكلمة للصديق محمد صالح ليحدثنا على اعتراضات نعم شكرا جزيلا أستاذ منصور وتحية طيبة لكم والأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذا الحوار ابتداء طبعا أنا استغرطت مقرات البوست لأنه عملية الانتساب كثير من العرب في العراق يعني على وجه التحديد لأرب الجزيرة أو عرب حجاز على وجه التحديد حتى وإن كان عرب اليمن في العراق على وجه التحديد لأرب الجزيرة أو عرب حجاز على وجه التحديد حتى وإن كان عرب اليمن في العراق على وجه التحديد أنا أسمع نفسي بشكل مستمر أستاذ مصور أو عرب حجاز يتفضل يتفضل نعم فكنت أقول أن هذه النظرة أن الانتساب هؤلاء الناس إلى عرب الجزيرة والحجاز هي نظرة يعني موضوعية ونظرة لها دلائل وبراهين وحجج قوية جدا تاريخية وحتى كذلك مثل ما يقال من خلال العادات والتقاليد التي لدى سكان هذه المناطق ولكن الأهم من هذا كله هل الانتساب للعرب مثلا أو الانتساب للشعوب التي أتت من الحجاز هل بالضرورة أنها انتساب لقطاع الطرق أن هذه ابتداء عن عارضها وبشدة وأرى أن هذا التعريف خطأ كبير جدا لماذا؟ لأن سكان الجزيرة العربية كانت على شكل مجاميع صغيرة بعضها أكثر حضارة وبعضها مهمشة ما لا علاقة بأي شيء وبعضها أكثر همجية ومثل ما يقال أنها لديها حياة البداوة القاسية القديمة التي كانت تعتمد على السلب والنهب والتهجم على بعض وعلى الضعفاء من القبائل أو مثل ما يقال أن بني غفار مثلا كانوا يعني يعملون بهذه الطريقة أنهم كانوا يعني شبه والتعطور ولكن الذين أتوا إلى العراق هل هم كانوا يعني أتوا بهذه الطريقة هذا كلام خطأ؟ لماذا؟ لأن الناس في تلك الحقبة بعدما آمنوا بالإسلام وبعدما وحتى يعني قبل ما يؤمنوا بالإسلام علينا أن نعرف أن الإسلام هو كثير من الناس عندما يصف الإسلام بأنه دين صحراوي وأنه خرج من الصحراوي هذا كان غير صحيح فالإسلام ابتداء خرج من مكة ومكة ليس الصحراء مكة مدينة أو قرية كانت لها مكانتها الدينية والتجارية بين العرب وهي تعتبر منطقة وإن كانت مهمشة جغرافيا بسبب عدم وجود موارد قوية وبسبب بعدها عن الدولة الرومانية والدولة الفارسية إلا أنها كانت موضع اهتمام العرب فهي لم تكن منطقة حربة ومنطقة قطع طريقة وما شابه بسبب وجود الكعبة وبسبب التجارة وبسبب مكة المرسل كيف؟ نعم نعم استمر فكنت أقول أن هؤلاء الساكنين في مكة كان لهم مكانة مخخصة أنهم كانوا ينتمون إلى عائلة كانت لها مكانة عند العرب وهي عائلة طريش بالإضافة إلى هذا المدينة كذلك لم يكون يعني يسرب مدينة ما نختلف لم يكون قطع طرق وكذلك الطائف فإذن هذه المدن الثلاثة على الأقل ما كانوا لا قطع طرق ولا أصلا أهل البادية وصحراء وهذا الكلام بل كان هؤلاء الناس لديهم حاضرة لديهم منطقة أهل المدينة كانوا يتميزون بالزراعة أكثر شيء بخلاف أهل مكة وهؤلاء أيضا كانت لهم نظام حكم بداي لا يعتمد على رئيس كامل شامل وإنما يعتمد على عدة وجهاء متحالفين لهذه القبائل التي كانت يترأسها زعيم معين فكانوا يجتمعون في أماكن وفي ما يتعلق بتسير أمور المدينة والناس والحكم مع تحالف بداي جدا بين الدين والسلطة إذن فنحن لا نستطيع أن نسمي هؤلاء الناس بهذه الطريقة أنهم صحراء الأمر الثاني أن الإسلام أفضل خرج من هذه البيئة كون أنك تنسب الإسلام إلى الصحراء أنا ليس أنت طلعا أنا مثل ما يقال الشيء بشيء يثك ولكن إذا رجعنا لموضوعنا هؤلاء الناس تما اقتنعوا بالإسلام أو دخلوا في الإسلام أو أجبروا على الإسلام بغض النظر ثم الإسلام كتطور أي منظومة حاكمة وبالضبط هذا الذي صار مع الإسلام والذي صار في جميع الدول والممالك التي كانت تتطور أنك تعمل تحالفات مع قبائل مع جماعات معينة ثم بعد ذلك تأكل القبائل الكبيرة أو القبائل التي أقل منك شأنا وتضمها جميعا تحت منظومة حاكمة وبعد ذلك تتوسع على هذا الأساس سواء بسبب توسع ديني فكري أو بسبب توسع مصالحي سياسي بمعنى الاقتصاد والسلطة وجنون العظمة وما شابه إذن الإسلام هو أصلا انتشر بهذه الطريقة فالإسلام لم ينتشر بسبب أنه قطع طرق لماذا؟ لأن هذه التفسير عملية لما نقولها هؤلاء كانوا قطع طرق لأنهم كانوا يسبون وينهبون ويغنمون الأموال ويأخذون بلاد الآخرين ويستعبدونهم هذا الكلام مخالف لمنهجية قطاع الطرق لماذا؟ لأن قطاع الطرق ما يهمهم لا فكر ولا منهج ولا حكم الأرض ولا أي حاجة قطاع الطرق يهمهم أنك تأتي وتأخذ الأموال ثم تقتل أو تغنم أو تسبيث ثم بعد ذلك ترجع وتقسم هذه الأموال هذا الذي يهمك الإسلام لم يكن هكذا في بداياته فالإسلام لما أتى إلى العراق أتى وهو يريد أن يرسخ أقدامه في حكم المنطقة لأنه كان يرى ليس الإسلام بمعنى الدين نفسه وإنما المسلمين نحن نتكلم عن الناس الذين كانوا يحكمون بهذا لأننا نتكلم عن الإسلام والشنو ما أبدا شغله لهم هؤلاء الناس الذين أتوا يحكموا هذه البلدان كانوا مثل الروم مثل الفرس مثل غيرهم مثل اليهود مثل المسيحية بعد ذلك كانت لديهم تصور معتقد أشطورة يؤمنون بها ويرون أن هذه هي الشريعة المناسبة للناس والتي يجب أن يحكم بها والتي يجب أن ينقاد لها الناس وبهذه الطريقة يكسبون الدنيا والآخرة حسب الأدبيات الإسلامية وعلى هذا الأساس أتوا وحكموا العراق وأخذوا البلدان الثانية سواء الشام والعراق أو بلاد فارس إلى أفغانستان وفاكستان والهند وشمالا إلى تركيا وغربا إلى إسبانيا وجنوبا إلى اليمن إذن هذه الطريقة هذه ليست نظرة القطاع الطرق وإنما هذه النظرة استالينية نظرة صدامية نظرة سميها ما شئت ولكن من لديه فكرة ويريد أن يتوسع على أساسها ويجبر الناس أن تدخل تحت حكمها هذا ليس قاطع طريق بالإضافة إلى هذه الأمور التي ذكرتموها فيما أرضي ردكم أنهم نسبوا وكذا هذا الكلام لا يعتبر طريق في أدبيات تلك المرحلة لأن جميع الشعوب التي كانت تحكم من قبل مملكة دولة نظام قوي عندما كان يسقط هذا النظام كانوا يدخلون في صلح مثل ما يقال يحفظ لهم دماءهم وأموالهم ونساءهم بذلك وهذا الكلام رأيناه أن كيف لما هولاكو أتى وقوات جنكسخان لما كانت تأتي وتحكم البلاد وهذا في القرن السابع أو الثامن هجري حتى لما كانوا يأتون بين السابع والثامن هجري لما كانوا يأتون ويجبرون نفسه لا زالت هذه العقلية لا زالت سائدة في تلك المرحلة وقبل ذلك يامل الإسكندر الأكبر وقبل ذلك أيضا يامل الدولة اليونانية بل قبل ذلك يامل الحضارة المصرية القديمة والحضارة العراقية هذه كانت أدبيات العصر أنك تحكم بلد إذا ما دخلوا تحت حكمك طواعية وأخذتهم عنوى فأنت تأخذ مثل ما يقال الجمل بما حمل ويصبح ملكا في ثروتك هذا الكلام هذه المعايير ليست أخلاقية اليوم لدينا لماذا؟ لأننا ارتقينا وصار عندنا وعي وأخلاقياتنا ارتفعت وما صرنا نتقبل هذا الكلام ولكن قطعا بمعايير ذلك تلك الحقبة هذه لم تكن أمور عجيبة أو غريبة أو يصدر عليها حكم قطاع الطرق ومجرمين ومتوحشين وكذا بل بالعكس هذه هي الكانونة مثل ما الآن عندنا مثلا قوانين الحرب وقوانين شو يسموه قانون جينيف في التعامل مع الأسرة وكذا كانت الأمور تقريبا بهذه الطريقة في ذلك الوقت عرف حتى وإن لم يكن مكتوب ولكن متعارف عليه من قبل جميع الدول فلا يوجد أحد يأتي ويقول انظروا هؤلاء المسلمين إنهم يسبون النساء يا للخزي كيف يفعل إنسان هذا الكلام الكل كان يفعل هذا الكلام والإسلام ابن بيئة يعني مثل ما نقول دائما أنه لما أتوا وعملوا هذا الكلام هم عملوا هذا الكلام بسبب أن هذا هو المنتج وليس بسبب أنهم قطاع طرق وكذا وهذا هو الذي نراه اليوم يعني ما بين جميع الفئات التي تقاتل اليوم يعني جميع الفئات التي تقاتل باسم الإسلام من أقصر يمين إلى أقصر يساري ما عدا جماعة البغدادي لم نرى أحد من هذه الجماعات طبقت هذه الطريقة لماذا؟ لأن الكل تجاوزها خلص أصبحت من الأدبيات المنسية بل البعض وصل به الأمر إلى أكثر من هذا قال لا هذه أمور كانت مناسبة لتلك الحقبة والآن ما عدا معمول بها إذن أستاذنا الكريم ما تفضلتم به في أن هذا الانتساب لهذه البقع يعني هو انتساب لثقافة قطاع الطرق والنفس يعني ثقافتنا وحضارتنا هذا أنا أخليها للمرحلة الثانية من الحديث حتى أترك لكم الكلام وأستمع لردكم قبل أن تقل للنقطة الثانية وهي مسألة الحضارات وتداخل الأجناس مع بعض تفضل السلام يا تسلم شكرا جزيلا تعطيه جميل ولطيف يعني أندي أتراضات كثيرة عني بطوء أنا أولا ما قلت بأنه هما دول القطاع الطرق هما العرب أموما ولا قلت أنهم البدو ما لم أحدد منهم لم أحدد أي شيء قلت أن هناك جهات أتت قطاع الطرق سلبوا ونهبوا وقتلوا وذبحوا وهذا بهذا المعنى يعني وبدون تحديد من هؤلاء ومن أين أتوا ولا ماذا كانوا يحملوا ما هم الأبكار أنا ما قلت أنه هناك عرب تحديدا هما اللي هجموا ونبحوا وصلحوا لا قلت أن هناك الطع طرق أتوا وناس قتلوا ومجرمين وهذا معروف المسألة يعني لم يفتش شيء يعني واحد يقرأ يفتح الطبري يفتح الكامل لابن الأثير يقرأ هما هاي الكتب الأساسية ما كفير يفتح مروج الذهر يفتح وشوف المذابح اللي يسواه والمصائب واللي يسبه وبلدان كاملة وذبحوه بعض البلدان قطوهم الأمان وفتحوا القلاع ودخلوا وذبحوا والناس كلهم وهذه المسألة شنو شنو رسالة الإسلام ما كان في شيء اسم الإسلام لأنه عندما نجي نروح شوف موقعات عين التمر أو عين الدبس هاي اللي أقسم بها أنه يذبح يذبح بها خالد بن وليد يذبح بها العراقيين وقتل بيوم ثلاثة يام قتل سبعين ثمانين ألف شخص ضبعهم أقسم إلى أنه إذا هزمه يذبح كل الموجودين ضبع ما يقارب سبعين ثمانين ألف ويقال بأنه الدم من النهر الفراتي اللي هو قرب بغداد منطقة إلى البصرة ضلت لكيام لونة أحمر بسبب الدم فهذا ما خالد بن وليد ما أعرض عليهم الإسلام وقال لهم أسلم تسلم لا ذبحهم بباشرة فإذن هاي المسألة ماذا نسميه هذا الفعل هل نسميه قطع طريق قطع طريق لا بالأكس قطع طريق أرحم قطع طريق أنا شوف قطع طريق ولم أحدد أيضا فأنا أعتبر بأنه قطع طريق كنت متسهل وكنت أخشى أنه البعض هاجمني شوء اللي صار بالعكس على كل اللي أقوله بأنه مسألة وجود يعني حتى أوضح حتى لا أعثب التفاصيل قلت على المرحلة الثانية نحن عن الأصول المناطق وقضية الشهاد إنه أصل هاي الشعوب الحقيقي منين منين إجا بس أنا راح أتحدد عن أين الله نشوف أنا كل شي كتبته أولا لازم أوضح مسألة أساس الموضوع ما يتعلق مهاجب الدين ولا إسلام ولا الطعن بالإسلام إنما وصف ما حدث ومن الذي أحدث ما حدث هؤلاء مجموعة من الناس تقدموا وغزوا هذه المناطق واحتلوها واستعبدوا الناس في تلك المناطق وقرروا أنه أسلم تسلم من لا يسلم يختل ومن يسلم أيضا يعني من أسلم أيضا يجب أن من أسلم تسلم لا تخص فقط الذين يرفضون لا حتى الذين يوافقون فهو يسلم لأنه معنى معاني أصبح إنسان مستعبد وخاض وخانع وهو تحت أمر دولة قريش من أسميهم دولة قريش التي ما زالت تحكم حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة دولة قريش هي الأول والآخر انظر على خريطة البلدان العربية تجد جماعة دولة قريش هم مازال الآن في إيران منهم دولة قريش البغدادي ليش قال أنا هاشم دولة قريش روح ملك الأردن ملك البغرب ملك شريف حسين كلهم ادعوا صليتهم بنسب بهذا النسب العظيم النسب الدم الأزرق يعني وما زال حاكم ومسيطر على الشعوب بأكمل والعملية ما زالت لحد هذه اللحظة قطع طريق برأيه ما زال لحد هذه اللحظة وستستمر مسألة استعباد الناس وهذه الشعوب وتدمير كل شيء يمس هذه الشعوب اللي أوضح أنه لابد أن نعرف بأن الدين هذه مسألة مو طعن بالدين يعني مو هذا هدف يعني هدف أن أصف ما هدف الدين الذي أسس له الفقهاء والذين استسلموا للغزاة وهم يعني غزاة هم دولة قريش أقصد يعني الممثلي دولة قريش في تلك اللحظة في ذلك الزمن هؤلاء الناس استسلموا بعضهم العلماء والمتقفين هؤلاء هم الذين صنعوا شيء اسمه إسلام ولم يحدث هذا بعد أيام الدولة الأموية إنما حدث بعد أيام الدولة العباسية العباسية بعد الأحداث المئتي سنة صارت عندنا شيء اسم دين ما كان أكو شيء اسم دين هذا يعني كلمة الدين هي أيضا حديثة ترى بالمناسبة ما كان أكو يعني شيء اسم دين في ذلك الزمان الدين كان يعني سلطة يعني الحكم لكن الآن عندما نتحدث عن مفهوم أو concept اسمه الدين الإسلامي هذا شيء جديد يعني هذا بدعة جديدة غير موجودة سابقا الدين كان يعني الحكم العادة تكرار يعني ما هذا الشيء المفهوم الدين لابد حتى لا استطرف كثيرا من التفاصيل أقول أنه الدين الذي صنعه هؤلاء الناس والذي استثمره قطع الطرق ذول القتل القفل من قطع الطرق كلمة بسيطة رح أتحدث بشكل أدب هؤلاء الغزات وما زالوا ما زال هؤلاء الغزات يصرون على أنهم منتسبون لتلك المنطقة ما زالوا وما زالوا يعتبرون بأنهم أصحاب الحق الحصري بملك ببستان قريش يسمون بلد شعب بأكمل يسمونه بستان قريش يعني هذه الحديقة الخلفية مالتهم يعتبرون وما زالوا لحد هذه اللعظة ما زالوا لا يتزاوجون مع الناس ما شفت هاشم يعني يتزاوج مع يستعرون ولا يختلطون بالناس وما زالوا في يعني لهم المناصب العليا ولهم القصور والخلافات فيما بينهم وعلى الكل ما على الكل إلا الطاعة وأن يعتقد يعني أن يخضعون لهؤلاء أصحاب الدم الأزرق هذا الدم الأزرق موجود والكل والبعض الدعى بأنه يعني إلى نسب بقريش أو كما فعل هاشمي أو شيسمه أبو بكر البغدادي وكما فعل صدام حسين نفسه أيضا سواه أنا أصلي أنا أصلي أصلي من دول أو ومن ومن عاش فيها وسيبقى حيا فيها أو حتى هو وأحفاده هؤلاء لا ينتسبون لهذا الأرض إنما ينتسبون إلى شيء اسمه إسلام وهذا الإسلام يمتلكه ويمتلك الحق الحصري به أحفاد دولة خريش هذه الفكرة الأساسية هذه مو أنا أتحدث أنا ماذا أهاجم لازم يجب أن نحدد الأمور أنا لا أهاجم أنا أصف ما حدث هذا الوصف هو الحال الكامل من ينكر برأي هو أما شخص جاهل يتبع القطيع أو يحاول يعني يعني وي الناس زي الناس أو مؤمن يحاول تبرير الحادث ويعني يغطى عليه بطريقة أو شخص محرج يحاول أن يتهرب من الحقيقة الذي يحاول أن يتهرب من الحقيقة هو في أصل يقول بأنه الحقيقة أن هناك شيء مثالي اسم الإسلام وهذا دين وجاء بمفاهيم وقيم ويعني ومعاملات يعني وعبادات ومعاملات وإلى اختلاف ورسالة سماوية لكن بالحقيقة هذا الدين هذا يجه وهي المواصفات هو يرفض الحاضر والماضي والمستقبل يرفض الشعوب الموجودة يطالب الجميع بأن يتحولون إلى شيء آخر شيء اسمه إسلام وإلغاء كل شيء وهذا ما حصل فعلي وما زال يحصل ودمروا ثقافات هذه البلدان ودمروا تاريخه و أي شيء إلى علاقة بتاريخهم دمروا وسحقوا و يعني فرنيتخن بالهولنديا أبني يعني سحق كامل تحطيم الآن لحد هذه اللحظة ما زال يرفض مرفوض أي شيء جديد أي شيء إلى علاقة بتقافة مختلفة مرفوض أي شخص يحاول أن يقول أنا مثلا عراقي أنا مصري دائما يحاولون أن يشوهون يعني الآن بسبب أنه شوية صارت يعني صار من الصعب أن تقول شيء آخر لأنه نموذج الدولة الوطنية هذا نموذج غربي عجب بعد اتفاق وستفاليا يسمونه من القرن السابع عشر بدأت تظهر الأفكار الوطنية والقومية فهذا النموذج تمت استعارت في مناطقنا و ما زال موجود لحد الآن لكنه مجرد هيكل خارجي مو هيكل حقيقي البعض يخلطون بين الوطنية أهلا شعوب ماتها وطنية وأصلا كلمة شعب هي كلمة غلط يعني ما ماكوش يسمى شعب شعب ها كلمة حديثة العلاقة بالعلمانية العلاقة بالتفاقية وستفاليا اللي صدرت بالقرن السابع عشر اللي بعد الحروب الطائفية المسيحية الوطن والشعب والقومية والدولة الحديثة وهاي كلها كلها شيء حديثة ما لا علاقة يجي واحد يقولي كان الوطنية أنه أنا مؤمن ماكوش شيء خميني نفسه قال أنه الوطنية شيء حرام هذا السنية شيء مرشد الأخوان قال الوطنية ماهو وطنية يعني الوطنية لا الإسلام هو وطني فمعنى المعاني من ينكر هذا الأمور يعني ما يعرف شون الإسلام لابد أن يحدد هاي المسألة الشيء أما اللي حاول يعني يعني يطعن من نفسه حتى يكون منصفين يقول حتى يحاول أن يطعن الإسلام بأنه يقول بأن يعني أن هذا الدين سيء لأنه دمر هاي الشعوب ودمر كذا هو شخص معادي سياسيا أو دينيا يعني شخص إما منتبين للدين آخر أو عنده موقف سياسي أو كما يسمون حاقت أو متصيد ما يفتحشون الأمر أو باحث محايد أنا أعتبر نفسي باحث محايد أنا أرى الأمور كما هي عندما أنا أقول أنه الغزاة قدموا وسحقوا هاي البلدان ودمروا حضارات ودمروا كل شيء وبعد ذلك البقايا أبناء هذه البلدان من بلاد فارس من العراقيين من الشاميين من المصريين هم اللي يعني بدأوا يحاولون يسوون شيء أسمى دين إسلامي لأنه ما كان أمامهم حل آخر وهذا بالفعل نفس الشيء اللي يصير عنه لهاي الفترة الأخيرة نفس الشيء جا يصير أنه يحاولون أن يروضون هذا الوحش اللي اسمه إسلام يروضونه ما ممكن يتروضون يعني لا تستطيع أن تروضه وهي طبيعته يعني هذا مناقد للإسلام لا هو طبيعته هك يعني هو بالعكس يفتخرون المسلمين المتدينين يفتخرون بهذه الطبيعة لكن مشكلتهم إيه أنهم متعاودين على النفاق أنه عندما يشوف أكو شيء يعني يتبرى ضد دينها أو ضد القناعات السائدة يحاول يتلاف الموضوع يحاول يلف ويدور فماك داعي على كل أن أترك لك الكلام وأنطورك شكرا جزيلا لتعليحك وتوضيحك أستاذ وأنا يعني عندي الكثير جدا من النقاط ولكن أحاول أني أختصرها في ثلاث أربع نقاط حتى ما نظل نتكلم في نفس المحور إلى ما لا نهاية بس ابتداءا وهذا الذي دائما نقوله أن الإنسان إذا لم يرى أن نظرته أو وصفه أو تصوره عن شيء ما قابل للتخطيئة سيضطر إلى أنه يقولب ويصنف من ينكرون هذا الكلام وتصنيفك أن من ينكر هذا الكلام ما جاهل أو مسلم محرج أو يحاول أو ما أدري كذا هذه كلها أكيد لا شك أنها خيارات موجودة ولكن هناك خيار آخر كذلك وهو أن وصفك غير دقيق أستاذ بمعنى أنك مثلا تستشهد وأحطيك أن أمفي لا 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 لحظة أنا ما أقصد كلامك لا لا ولا أنا أخذ الكلام على نفسي أبدا أنا أتكلم أنا ما أتكلم كشخص أنا ما لدي نقذية بس لحظة بس أحدث أتحدث أنا أتحدث عن الثقافة العامة السائلة هذا الكلام هذا التصليم في الثقافة العامة السائلة ولا يتعلق بحوارنا عن نواف الآن أنا أتحدث عن آخر نظرة تاريخية فقط لا بس لا بس أنا بس أنا أريد أن يعني أكرر وأوضح أكثر من مرة وربما عد هذا الكلام مرات أخرى أنه أنا ما يهمني أبدا يعني نحن في معرض حوار أنا لو كنت أرى مثل قولي كمان أقشتك في هذه النقطة ولو أنت كنت ترى مثل قولي ما نتناقشني في هذه النقطة وأثناء النقاش طالما أننا ما نسيب بعض بأخه بالأخ والأم والأب والزوجة ومثل ما يفعل الشوارع الجية أنا عندي ما عندي أي مشكلة يعني جيد أن الواحد مثلا يقول لبعض أن عندك خطأ عندك جاهل عندك قلة علم عندها هذه الأمور أنا عن نفسي أحاور قدرة اللي كان اشتلب مثل هذا الكلام ولكن أبدا ما عندي أي مشكلة سواء من حضرتك أو من أي شخص آخر أن تأتي وتقول ما تريد وإن كان كلامك ليس عني فكنت أريد أن أقول أن وضع الخيارات بهذه الطريقة هو أمر خطأ أصلا في التفكير لماذا؟ لأن دائما هناك خيار آخر وهو أن تصوري لهذه الفكرة وتوقعي لهذه النقطة غير دقيقة وغير مصيبة وفيما يتعلق بموضوع أن هؤلاء أتوا للعراق وما فعله خالد يعني التمر وطبعا خالد يعني شخصية جدلية لا شك وكل من قرأ التاريخ من الكتب الإسلامية ومن منتقذي الإسلام أصلا يعني سيجد في مجموعة هناك شخصيات تستطيع أن تمسكها وتلت وتعجن فيها إلى أبد الدار وخالد منها طبعا ولكن عندما أنا أتي وأصف واقع وأصف وأضع أحكام لأن الوصف وما فائدة الوصف الوصف هو دائما يأتي بعدها أحكام الخطوط العريضة في التاريخ هذه غالبا ليست عليها إشكالية لماذا؟ لأنه صعب أنك مثلا تأتي وتقول لا والله المسلمين لم يدخل العراق صعب أنك تأتي وتقول لا والله المسلمين لم يبنوا الكوفة لم يبنوا البصرة الحجاج لم يبنوا الواسط المنصور لم يبنوا البغدار الرشيد لم يورث الخلاء هذا الكلام ما تقدر السطرة ولكن أنك ما تقدر أن تنكره ولكن أنا آتي وأقول أن فلان فعل في المكان الفلاني وعدت كذا هذا الكلام يحتاج إلى تدخيق وخاصة إذا أردنا أن نبني عليه حكم في مثل ما يقال ولأنني أنا عندي هذه خلفية قديمة فعندي إلمان بأنني عندما أريد أحكم على أي شخص أو أي حادثة عينية بمسألة ما أحتاج إلى ماذا؟ أحتاج إلى تدقيق الآن مثلا أنت حضرتك قتل سبعين ثمانين ألف لا يوجد في هذا الكلام يعني من المبالغة لدرجة يعني أقول لك بكيف يعني أنا دائما أقول لدرجة الغثاء يعني تعرف أنت عندما تقتل بالسيو السبعين ألف شخص الذين سيعملون هذا الكلام سيموتون مباشرة بعد يومين ثلاثة من الأوبئة يعني مستحيل هذا الكلام ما تستطيع كيف تجمع هذه الأمور ولذلك أنا دائما أقول للأخوة أنت يفيدك أنك تقرأ في مثلا إن كنت ملما بالتاريخ وكذا إن تحب قراءة التاريخ على الأقل اقرأ بعض الأمور البسيطة على الأقل ما كتبه ابن خالدون وهو يعني واحد يتقابل ستمائة سنة انتبه لبعض الإشكاليات بهذه المبالغات بهذه الكلام ثم أنه خالد مجرم أو غير مجرم هذا موضوع ثاني أنا لا أتكلم في شخص خالد ولكن لماذا أقول أنا هذا الكلام غير دقيق؟ لأن مستحيل هذا الذي أتى به الطبري الطبري مثلا أبدا كتابه لا يعتمد تاريخيا إلا مثل ما يقال بتنقيح لماذا؟ لأن الطبري هو الذي قال هذا كتاب الطبري أنا عندي الآن إذا أردت أن أخرجه وأقرأه لك المقدمة قال أنه أنا إذا رأيت ما يستغرب في كتابي أو أنه مما لا يصدقه عقل يعني بمعنى كلامه أو أنه غير سليم وكذا فاعلم أن هذا الكلام لم يأتي من قبل إن وإنما أتي من قبل الرواة ونحن فقط جمعنا ما قالوا الرواة الرواة من هم الآن الذي الطبري كان يعتمد عليه في الرواية الكثير من مروياتي وخصوصا في هذه المرحلة مجموعة أسماء يعني غالبية المسلمين من الذين كانوا يعملون في مثل ما يقال في دار النشر والضبط والتدقيق والرقابة ما كانوا يسلمون لهؤلاء وهو يولوط بن يحيا وسيف بن عمر ومحمد بن ساعب الكلبي وهيشام بن محمد بن ساعب الكلبي وآخرهم طبعا المحمد الواقدي الذي أخذ عنه تلميذه ابن سعد في الطبقات وروا كثير من رواياتي إذن فأنا أأتي والكامل طبعا الكامل في التاريخ لابن أثير هو يعتبر كتاب أقل جودة من كتاب الطبري لماذا؟ على الأقل الطبري سمى رجاله سمى أنه هو بيروي من مين؟ هو متأخر الكامل لا لا الكامل هو 200 سنة بعد الطبري وأكيد ولكن مشكلة الكامل مثلا أنا عندما أريد أن أقرأ في البداية والنهاية عندما أريد أن أقرأ في شذرات الذهب لابن عماد الحنبلي عندما أريد أن أقرأ لتاريخ الإسلام للذهب هذولا كتب تاريخ أنا أستطيع أن أمسك راسا من ذيلا ليش؟ لأنه يسمي رواته يقول لك أنا بروي عن مين؟ أنا أروح أنا لو إنسان باحث ومدقق وأريد أن أشتغل في هذا الملف أروح أجيب من كتب هذه الكتب الموجودة أستطيع أن أجيب هذه الأسامي وأعمل بحث عليها وأشوف مصداقيتهم شو قالوا عنهم بهذه الطريقة ولكن الكامل ما عمل الكامل أجى ابن أثير أتى وذكر لك حكايات هكذا أريد أن أصل بهذه الطريقة كيف؟ أريد أن أصل بهذا القول بغض النظر أين أوصل أنا أقول الذي يريد أن يحكم على حادثة عينية في التاريخ علي أن يكون دقيقا في وصفه ما يأتي ينتشل من الغث والسمين ومثل ما يقال ما أكل السبع والنطيحة والمتردية وبعد ذلك يأتي ويقول هذا هو التاريخ وأنا أصف التاريخ هذا ليس وصف هذا الذي أنت تعمل وأنت أخذت الروايات هنا وهناك بغض النظر عن التلقيق في هذه الرواية ومثل هذا لا يعني أكاديميا غير سليم وإنما أنت تريد أن تقول أن هؤلاء الذين أتوا هم قطاع طرق وانا مثل ما كتبت في الفيسبوك إن كان هؤلاء قطاع طرق فهذا هو المنهج اللي كان السائد عن جميع الحضارات من أقصى الصين يعني إلى أقصى الروم في إيطاليا بل حتى بريطانيا الكل كان يتعامل بهذه الطريقة أنهم كانوا يحكمون وعندما يأخذون منطقة يسبون ويغنمون ويأخذون الأموال هذه الأمور لو نحن عملناها اليوم ستسميها أن هذه أعمال إجرامية هذه مجازر وحشية وهو قطعا ليس قطاع طرق مثل ما قلت أنا قال حملية قطاع طرق هذه مسألة ثانية ولكن عملية أني أنا أأتي وأحكم نظرة والتصور عن هذه الناس أولا الناس الذين أتوا وحكموا هذه البلاد وانتشروا في هذه البلدان وأصور العملية على أنهم أتوا وهدموا حضارة وكانوا ناسها مجيين يعني الآن مثلا هذا الكلام إلى حد كبيرنا ستطيع أن نقوله عن المغول لما أتوا بغداد لماذا؟ لأنهم رموا الكتب في النهر لأنهم قتلوا وأن الشعب ما كان يهتم بالأدب ولا بالفنون ولا بأي حاجة من هذه الأمور إلى بعد ذلك لما شوي يتمدنوا بينما عندما آتي أنا أتكلم عن المسلمين المسلمين طبعا أنهم في الأول وما خرجوا من بيئة صعبة بيئة بدائية إلى حد كبير ولكن لنرى كيف كان العراق في ذلك الوقت الآن أنا أتكلم عن حضارة هذه المغولة أنا أتفهم صدقني أتفهم بشكل كبير جدا هذا الاستياء من رجالات الدين وهذه النظرة الاستعلائية التي يريد أن يمحيك عن الواقع ولكن هذا لا أنا أستند على حاجة مش موجودة العراق في ذلك الوقت وإيش هو العراق قبل أن نتكلم عن العراق علينا أن نحدد إيش هو جغرافية العراق الذي نحن نتكلم عنه لما دخلها المسلمين العراق ابتداءا كانت تحت حكم فارس ما كانش في حاجة اسمها العراقيين أو العرب يحكمون أو أي حاجة من هذا الكلام ربما كان شوي في مناظرة ناس عرب في الأنبار ناس متفرقين ونوى لكن قطعا في هذه المرحلة العرب لم تكن لهم لا مملكة ولا حضارة ولا إنجاز ولا أي شيء العرب في العراق في هذه المرحلة كانوا مجرد تبع للدولة الفارسية التي كانت تحكموا هذه أولة ثانيا الجغرافية وين هي الجغرافية إذا كانت المدائن هي أصلاً واحدة من العواصم التي كانت تحت حكم كسرة ملك الفارس فكيف يعني بغداد أصلاً ما كانت موجودة واصط ما كانت موجودة بصرة ما كانت موجودة الكوفة ما كانت موجودة هذه المدن الثانية التي السامرة سامرة هذه أصلاً صار له ألف ومائة سنة يعني مش موجود أصلا هذه المدن كلها أصلا مبنية في الدولة الإسلامية عن أي دولة وعن أي احنا نتكلم عن العراق في 1400 سنة وهذا الذي ذكره بن خالدون على فكرة في الكامل قال أنت عندما تأتي وتتكلم عن الوزارة في ذلك الحقبة أنت تتكلم عليه وانت عندك صورة الوزارة في هذا الزمان وهذا الذي نحن نعمله في كثير من اللوقات عندما نتكلم عن العراق نحن عندنا عراق سايكس بيكو عراق 1921 لما صار الملك فيصل وعندنا هذا خريط العراق اللي موجود الآن من الفاول البصرة نظن عندما نقرأ كلمة العراق في الكتب القديمة نظن أن هذه كانت العراق هذا الكلام ليس صحيح لماذا؟ لأن هذه المدن أصلا ثلاثة رباحة ما كانت موجودة بالإضافة إلى هذا أن العرب ما كانت قومية منظمة حاكمة لها إنجاز مثل ما كان العرب في اليمن وطبعا كذلك عرب الحجاز ما كان عندهم عربي الشام ربما كان عندهم شوية شوية انفتاح أكثر بالإضافة إلى أنهم أن الدولة الرومانية كانت أكثر يعني ليونة مع الناس من الدولة الفارسية وربما كان يعني لا أستطيع أن أقول يعني خلينا نتجاوز هذه النقطة ولكن بشكل عام المسلمين لما أتوا إلى هذه البلدان أتوا كغزات مثلهم مثل أي جيش غازي يحتكم على منظومة قانونية هذه المنظومة القانونية مفادها أن تتأتي وتدخل تحت هذه الراية الروم كانوا يتعاملون بنفس الطريقة الفرس كانوا يتعاملون بنفس الطريقة المسلمين تتعاملوا بنفس الطريقة أنا طبعا عندما أقول الروم الفرس أقصد فيها الدولة لا أقصد فيها الشعوب أو الشعب أو الأمم التي كانت موجودة وبعد ذلك حتى الدول التي قامت نفس الطريقة الدول الأوروبية مع بعض كلها كانت تتعامل بنفس الطريقة المسيحيين مع بعض المسلمين مع بعض كلهم بتتعامل لماذا؟ لأن أنت عندما يكون عندك قانون وترى أن هذا القانون إلهي وأن هذا القانون هو وهو الذي مفروض لا يخالف أنت ستعاقب من يخرج عن هذا القانون وهذا الكلام سواء ما رسته مع مسلمين أو غير مسلمين ونوافقك 100% لأن أسلم تسلم ليس لغير المسلمين فقط حتى للمسلمين ولذلك قال قاءة القرآن ورسخ هذه القاعدة من اليوم الأول قالوا إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصدحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي ترغي حتى تتفيه إلى أمرنا وفي موضوع الحكم نفس شيء من أتاكم ويريدوا تفريقة جماعتكم وامركم على رجل واحد فاضربوا عنقه كائن من كان وعلى هذا الأساس كانوا يستندون لقتال كل من يخرج على الإمام وعلي بن أبي الطالب قاتل الخوارج وهذا الخوارج كانوا يعني من الناس مسلمين وقاتل على فكرة قاتل أهل الشام جماعة معاوية في صفين بنفس المبدأ أصلا أنك أنت كيف تأتي وتخرج على الخليفة فإذن أنا أقاتلك حتى تدخل في الطاعة فإذن مفهوم الطاعة للحكم للإمام أو للخليفة أو للملك أو يسمي ما شيء هذا المفهوم بهذا التاريخ له آلاف السنين لا المسلمين ابتدعوه ولا راح يخرج عن هذا النظام حتى في الدول الديمقراطية وإن راح التركيز شوية عن الملك والرئيس والرئيس الوزراء ولكن في النهاية القوانين هي الحاكمة فإن كانت هذه القوانين جائرة سيكون الحكم جائرة وإن كانت هذه القوانين عادلة وراقية سيكون الحكم راقية وإلى ذلك المهم قبل أن أتوسع أكثر في هذه النقطة أحببت أني أقفز إلى نقطة مهمة جدا أستاذ وهي نقطة أنا مثل ما قلت أنا جدا متفهم لموضوع هذا الإحساس بطمس الهوية بالاستعلاع على الناس وأنك تريد بالقوة تقول أنت من كذا أنت من كذا ونحن ليس لنا علاقة بهذا أنا أتفهم لو كان في ناس يقولون هذا الكلام وهذا مرقوط وكل شخص له حقه في أنه يحدد هويته ويحدد معالم التصور الذي يريد أن ينتمي إليه أو الشعب الذي يريد أن ينتمي إليه ولكن عملية يعني نحن الآن إذا أردنا أن نفكت الليلة كلها عمليا هو لا يوجد شعب متماسك عرق نظيف لا القراشيين ربما إذا كان بعضهم يعني طبعا مع تشكي كبير جدا بهذا الكلام ولكن بسبب أنه كان بنية أحكام على القراشية مثل الإمامة وخصوصا بني هاشم ويعني بني طالب وهؤلاء لأنهم يعني يعتبروا من آل البيت ولا تحق لهم الصدقة بنية أحكام على هذه العائلة استطاعوا أنهم يحافظوا بعض الشيء لا أستطيع أن أجزم لأن 1400 سنة كافة لإذابة أي عرق يعني في أي مجتمع ولكن هذا على الأقل في ناس يشتغلوا على هذا ولكن عندما نأتي إلى العراق مثلا سيد الكريم عراق قلقامش أو عراق نبوخ بنصر أو عراق هذه الأسماء العظيمة أو حمرابي هذه الأسماء العظيمة هذا العراق هؤلاء الناس هذه الشعوب التي كانت تحكم من قبل هذه الدول هناك نقطتين مهمتين جدا في هذا الموضوع أولا هذه الحضارات لم تكن حضارات بالمعايير التي نعرفها اليوم من الإنسانية وما شبه هي حضارات كانت أتت وقامت على أنقاض شعوب وحضارات وممالك وحكام وعوائل ومنظومات حكم وقبائل أصغر منها وأضعف منها ولذلك هي تسلطت ولذلك كانت في هذه عملية المد والجزر جامع الحضارات بل الإمبراطورية عندما تقوم عن هذه الإمبراطورية سرجون الأكادي مثلا لما قام هي كيف قام نفس الكلام أنت الآن عندك صوت وصار عندك قبائل صار عندك ناس صار عندك محاربين تتوسع تتوسع ما الذي يأتي تحت حكمك تضع راسك عليه أما أسلم تسلم وما عنده أسلم تسلم ولكن نفس الشعاء تدخل في الطاعة كان بها ما تدخل في الطاعة أنا أقتلك وأبيدك وتنتهي الليلة ولذلك توسعت هذه الإمبراطورية الأولى التي يعني أنشأت في هذه المنطقة والتي عبارة عن مجموعة الإمبراطورية أشياء؟ الإمبراطورية عبارة عن مجموعة ممالك كلها تنظم تحت قائد واحد تحت حكم واحد نفس الطريقة التي قامت بها الحضارة العراقية هي التي قامت بها الحضارة المصرية اليونانية القديمة الرومانية الرومانية طبعا أكثر بكثير وأنت تعرف هذا كلا ما لهم الذين اخترعوا يعني هذا الصلب أنك تأتي وتصدب شخص وهو والذي حتى يعني المسلمون أخذوه منهم بعد ذلك الهنو الصينيين أكثر شيء يعني وإذن هذه الدموية وهذا القتل وهذا الكذا وهذه التي كانت منشوة فعندما نأتوا أن تفاقر بهذه الحضارة علينا صراحة أن نأرف أن لا يحقبنا انتقاد غير يعني أنت عليها ستنتقد المسلم وتندعق القامل موما الأثنين في الجرم سواء إذا كانت هذه الأفعال مجرمة وإذا قلنا أن هؤلاء الثنين كانوا يسبون ويغزون ويقتلون فييشل يخلي صدام بن العوجة أشرف من عبد العزيز يعني إذا أهل الثنين راح يقتلوني ويهتكون عرضي ويدمرون يعني سكني ويشردون أهلي إذا أنا عارفتهم ولم أدخل في حكمي أهل الثنين نفس الشيء هذا هو المفروض أن يقول لا أنا أتي وعشان هذا أنا والغريب أنا واخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب هذا هو وبالضبط يعني النظام القبلية التي يعني نشأت أنصر أخاك ظالما ومظلما أنا ليش أنصره إذا كان ظالم ما أعتقد أنصر هذه أول النقطة الثانية سيد الكريم وهي نقطة يعني صدقني أنا لو أحاول أختصر في هذا البجال أعتقد يمكن ستة أيام عشان أتكلم في هذه النقطة لكن أحاول أني أعصر الموضوع بحيث أعطيك الخلاصة وهي عملية تدافل أنساب الناس في بعض بسرد سريع جداً لما حصل في العراق أولاً العراق من بعد قيام الدولة الساسانية العراق أصبحت وهي عبارة عن اختلاط بين العرب وغيره بسبب الموالي وبغير الموالي لما دخلها المسلمين أولاً المسلمين أتوا بجماعتهم بربعهم من الحجاز ومن اليمن ممن الذين أتوا واستوطنوا العراق استوطنوا بمعنى أنهم لما رأوا أن هذه البلاد لا تصدح لهم إلا إذا كانت لهم قوة عسكرية هناك وهذا يعلم ابن الخطاق بنوا البصرة وبنوا الكوفة فاستوطنوا هذه المنطقة وكذلك أهل الشام دخلوا في العراق أيام الأموين لما الحجاج كان يعتمد بالدرجة الأولى على جيش الشام الذي كان يرسل له عبد الملك والشام كان وصلاً منظمين كذلك بالإضافة إلى هذا وهنا النقطة في غاية الأهمية الدولة الأموية كم حكمت؟ حكمت إلى 132 هجرية بمعنى أنها حكمت 90 سنة طيب من 92 سنة تقريباً من أيام معاوية إذا أتينا بعد الدولة الأموية وعادة عن الدولة الأموية مثل ما كانوا يسمونها أنها كانت دولة فاشية عربية بمعنى أنها كانت دولة فيها عروبة ولذلك لما كانت أكثر قيادات عرب وهم يعتمدون على خامة العرب في قتالهم في أحكامهم في قياداتهم في كل شيء بخلاف الدولة العباسية ولذلك الدولة العباسية لما خرجت برأسها خرجت من وين؟ خرجت من خراسان من أفغانستان كان صاحب الدولة كان يسموه صاحب الدولة من هو أشهر شخصية في الدولة العباسية هو أبو مسلم الخراساني هذا الذي وطبعاً حتى هنا علينا أن نعرف عندما نأتي ونقرأ مثل هذه المبالغات التي موجودة قالوا أن أبو مسلم الخراساني قتل ستمائة ألف صبراً تصور يعني صبراً يعني يعني تجيبها وتضرب رأسها بالسيف ستمائة ألف واحد صدامة سين ما سوى أعلم شنو هذا هيتلر كان محكي ماوي كان محرق أكيد هذا كلام مبالغ فيه ولكن مادة الدولة العباسية كانت أعاجم من اليوم الأول وبامتياز وهذه الجيوش التي أتت من خراسان هي التي استطاعت أن تقهر المجامع الحاكمة في الدولة الأموية إلى أن قتلوا هذا مروان الذي كان يلقى بمروان الحمار وأتى عبد الله هذا الذي هو يلقى بالسفاح حكم كم سنة ومات وأتى أخوه أبو جعفر المنصور أبو جعفر كان على فكرة هو كذلك اسمه عبد الله والثنين أخوة ليس من نفسهم ولكن من نفس الأب وأبوهم هو هذا محمد بن علي ابن عبد الله ابن عباس هو قتلوا هذا الحمار قتلوا بموقعة الجاب نعم نعم هو هكذا يعني أمم مرسكوا وقتلوا بعد ذلك المهم انتهت الدولة الأموية في هذه المنطقة وهذا واحد منهم أفلت وراح لعند ناس يعني كان يعني يقربون إليه من ناحية الأم وهم في أقصى المغرب أنا حسب الرواية ما نعرف دقة هذا الكلام ولكن واحد منهم على الأقل طلع في الأندلس وهذا الذي سموه عبد الرحمن الداخل وصارت هناك خلافة ثانية أو دولة ثانية سموها الدولة الأموية المهم في العراق وهو مبحث وبحثنا لما أتى العباسين شو عملوا المنصور أولا بنى دولة دولة مختلفة جدا عن دولة الأموين ورص خركانها والعملية يعني بعد المنصور المنصور راح شوفوا هنا نقطة في غاية الأهمية المنصور راح جاء ابن المهدي المهدي جاء الهادي هادي راح جاء الرشيد الرشيد الغالبية الساحقة حتى أن ابن خودون لما ذكر عنه وهو ينكر موضوع العباسة مع البرامكة وكذا قال أن البرامكة كان لهم ثلاثة عشر شخصا يعملون في الدولة ما بين كاتب وصاحب سيف وطبعا مما لا يخف عليك أن يحيى البرمكي وهو ابن خالد البرمكي هذا صاحب الدولة العباسية كذلك من كبار مؤيديها وابنه يحيى البرمكي يقال أنه هو الذي ربه هارون الرشيد وابنه ابن يحيى هذا هو جعفر الذي قتله هارون الرشيد وقتل قتل يحيى نفسه الأولى ما نعرف أنه قتل يحيى هو ما في السجن كمدن نعم أكيد المهم هو هذه التفاصيل أنا ما أقف عندها ليش لأنه هذا يحتاج إلى التثقيق ولكن مثلا نكبة البرامك هذا بما لا ينكر في القصة لا حتى لا هذا بعيد هذه التفاصيل كثيرة ليش أنا أذكر هذا ليش أنا أذكر هذه الأمور حتى لما نأتي نتكلم عن العراق هذا الشعب المللي اللي موجود في العراق هذه الأمور الأحداث جوهرية في بناء تصور الإنسان عن أننا نجمنوا بالعراق أنا وأنت قد يطع أصلا أذربيجاني قد يطع أصلا مثلا بنغالي أو قد يطع أصلا يعني أوروبي حتى هذا مهم جدا أن نبني تصور سليم وطبعا المنصور والهادي وهارون الرشيد وكذا هؤلاء كان يأتيهم السبايا والعبيد بالآلاف وأحيانا بعشرات الآلاف من الحروب ومن الغزوات ومن حتى أصبح المادة العاملة في هذه الدول ليس ليس الشعوب العربية بل أصبح المادة العالية لأن الناس العرب أصبح كل واحد منهم عنده 30 40 50 عبد يعمل له الزراعة يعمل له التجارة يعمل له كذا وهذا الكلام إلى أين إلى أن مات هذا هارون الرشيد وصار الخلاب بين أبنيه الأمين والمأمون الأمين لما أراد أن يستقوى على المأمون عفوا المأمون لما أراد أن يستقوى على الأمين ماذا فعل أتى بنفس الفيلم أتى بجماعة الفورس نفس الفيلم نفس العملية وهذا الجيش الذي أتى هناك هو هذا الجيش الذي صارت الدولة حتى لذلك لما أتى المعتصم المعتصم يش هو المعتصم هو أخو الأمين يعني هو أخو كذا على طول هذا المعتصم هو كان قائد عسكري لما صار الجيش الجيش هو يحتاج إلى والجيش هو عبارة عن شنو الكثير من الناس يظن أن هذا الجيش الإسلامي هو عبارة عن ناس في غاية التقوى غير صحيح هذا الكلام هذا الجيش عسكري ما يعرف راسم الرجلين ما عندوش أي حاجة هو الجيش مسترزق أصلا يعني الجيش مرتزق بنالهم مدينة عسكرية وهذه المدينة اسمها اليوم سامرا وهذا الذي بناه المعتصم ونفس الكلام هؤلاء الأتراك بعد ذلك كانوا أكثر الجيش عبارة عن فرس وترك استقوا على الدولة قتلوا من؟ قتلوا ابن هذا المعتصم المتوكل وبعد ذلك صارت الخلافة اللعبة بيد هؤلاء الناس وهؤلاء الناس هم صاروا الدولة أغلبهم الشعب أغلبهم هم الحالة الموجودة حتى الوزراء حتى الالتياجات نفس الحال الآن تقريب أكثر من هذا ولكن هؤلاء الناس كانوا في غاية يعني ما كان تحكمهم منظومة أخلاقية أو منظومة سياسية لا وحتى حتى أنا ما نروح بعيد يعني حتى نظل أحلى بني المحور هذا هو الموضوع المحور الأساسي الشعوب العراقية بعد هذا شو صار خلال هذه الفترة صارت هناك من كثرة العبيد والموالي اللي كانوا متواجدين في العراق صارت هناك ثورة في غاية الخطورة يسمونها أصحاب التاريخ؟ ثورة الزنج ثورة الزنج هذا الذي كانت يعني خرجت وبنوا لهم مدينة اسمها المختارة في البصرة هذه الثورة وصل كيف؟ بقوا 20 سنة الثورة 14 سنة هما بقوا يعني لأن ما تتمكن منهم هذا الموفق الذي هو يعتبر أخو المعتمد وهو يعتبر كذلك والد الخليفة اللي يجب بعد المعتمد المعتضد هذا المهم لكي لا يدخل في تفاصل تاريخي نفس الكلام السلاجقة يجوا السوطن وبعد ذلك البويهيين وكل واحد يجي بربعة وناس هو أنت ما تأتي وأنت ما حايش في بلد أوروبي تجي تحكم مؤسسات نفيش هذا أنت تأتي تحكم بربعة وربعة كي يستوطنون وهذه السبايا وهذه أولا الناس ويصير تداخل وبعد ذلك في 556 إيش حصل؟ راح بغداد راحة خلافة راح كل شيء من الذي صار يحكم المنطقة؟ صار الذي يحكم منطقة المغولة التتار بقت هذه المنطقة مئات السنين أو 200-300 سنة لأن ما صارت اللعبة بين مين؟ بين الصفوين وبين العثمانين مرة ثانية وهكذا العملية مستمرة إلى أن صار هذا العراق الحديث في هذه المعمة وهذا طبعا على فكرة هذا نتكلم فقط في العراق الكلام لم يكن مختلف كثيرا عن مصر الذي تعتبر قاعدة مهمة جدا في العالم الإسلامي حتى وصل الحال أن الدولة صارت بيد الممالي الذي يحكم ويعزل والمماليك هما يحكم هما لذا تصور أنت ناس تجيبهم تشتريهم عشان يقاتلو له بعدين هما يصيروا الدولة هذه نقطة مهمة جدا فإذن عندما نأتي لتكلم عن الشعب العراقي يا عمي أنت اقرأ هذا تشوف هذا اللي صار ما راح تشوف شعب عراقي راح تشوف خليط من الأنساب لدرجة أنك ما تقدر تفرق بين حدا وحدا هذا الذي يقول أنا من نسل القامش أو من نسل كذا أنت ما تستطيع أن تثبت أنك من نسل واحد عربي كان يعيش في العراق قبل الفتح أو الغزو الإسلامي فكيف إذا أنت انترسبتي إلى حضارة أو إلى شعب أو إلى أمة كانوا يعيشون قبلها بألفين سنة هذا الكلام أنا أعتبره كلام يعني جدا بعيد عن السياق التاريخ فعلا هو كان بعيد فعلا كرام بعيد لكن عندما تشوف هاي يعني هاي حفلات الدم التي رويت بعضها واللي هي ما لا ما لا ما لا يمكن الانتهاء من سردة ووصفة هاي حفلات الدم استمرت على مدى 1400 سنة وقبلها أيضا قوام وقوام وقوام هناك مشكلة كبيرة يعني ليش نبقى بهذه الحفلات ليش بعد ذلك يجوا مستكشفين وأرخيولوجيين أو شي سمونهم على ما آثار اكتشفوا تاريخنا واكتشفوا أنه كل هاي الحفلات الدم التي تعرضت لها شعوب هذه المنطقة اكتشفوا بأنه كان أنها تاريخ عظيم وكبير وخطير أكبر بكثير من تاريخ الأديان التوحيدية اللي حسب رواية التوراة ورواية الإسلام والمسيحية اتضع بأنه عندنا مختار مختار تماما اتضع بأنه هنا عندنا شيء اسم قلقامش اتضع أنه عندنا هذا ولكن قلقامش ما كان يحصل على هذا الموضوع هذا قصدي تمام اختلف معاك بس أنا اختلف على قضية أنه ما زن وهذا دليل على أنه ما زن نتناقش القضايا ومرويات ويعني يسمونها بال يعني سرديات كبرى سرديات صناحة منهم صناحة الغزات دمروا ثقافاتنا بالكامل مسخوا شخصياتنا حتى هويتنا الآن على غامضة ما تعرف شنو هويتك أنت حتى موسلم وربع مسلم ما تعرف شنو لا أنت عراقي لا أنت ما تعرف شنو وأيضا تيجي وحتى بعد ما تيجي لحظت أن أنت القلابان مسلم تكتشف بأن أنت لا مسلم ناقص يعني موسلم كامل لأنه ملاست من نفس القريش وهذه مسألة أنت خبير بها أنه نفس القريش هو إلى الصمتة وإلى الحكم وحسب معظم فها الحنة عدد الحنة في طمجال شوي يعني فمانت تبرا أن هم مذهب حنة لأن يجيز لهم أن يكون خلفاء الفكرة وهين أن صرنا الآن داخلين كشعوب المنطقة بأكملها تم مسخها بالكامل تدمير كل شيء بطريقة مقدسة لاحظ يعني طريقة مقدسة وهذا مو نقد للإسلام لا هذا الطريقة التي أسس هم شعوب المنطقة المثلت إذا كان الحاجة مقدس رح تقتل إذا أنت قتلت باسم المقدس القتل تبعك رح يصير مقدس طبعا والآن نحن مؤمنين بأنه نحن مسلمين ومسلمين وخاضعين ومستعبدين من قبل قيادة من قبل قادة دولة قريش وأحفادهم بدءا من خامنعي وانتهاء بالسلسطاني مع احترام للأسماء وتحفظ مجرد أذكر أسماء هؤلاء هم متحكمين بأمورنا يجيك البغدادي صار خلاف بين داعش وجي والحشي الشعبي ما هو الخلاف بين الوهابية وبين ما هو خلاف بين ملك سعود وعبد العزيز قصدي والوهابية والشريف حسين الشريف حسين من نسل الحسن يعني من دولة قريش مو صح له غلط هذا الخلاف فإذن احنا كل احنا الآن يجي واحد يقول لك انت يجب ان لا ترتبط بتاريخه يجب ان تلفظ هذا التاريخ وانا لا تعترب به لأنه لا يمثلك الذي يمثلك هو التاريخ اللي انت اصلك عربي انت مو من هذه المنطقة يجردك من احد مربي هذا يسموه هذا يعني في فخ الواحد كلنا نقع فيه احيانا عندما شخص يأتي يطلب منك انك تقول شغلة غلط فانت تقوم بعكس الذي هو يقول حتى وان كان غلط احيانا نقع في هذه المغالطة انا لا احتاج ان انتسب لي احد انا احتاج لمعايير راقية انا الان لست ابن هذا الذي اتى من الحجاز وقتل الناس ولست ابن هذا الذي اتى خرج من العراق وقتل الناس انا لا يشرفني هذه هذا النسب انا الذي يشرفني هذه المعايير الراقية التي تحفظ الانسان كرامة فانا ليش اضل السير الماضي انا اذا ما انتسب لقلقامش علينا أن أنتسب لعمر بن الخطاب وإذا ما انتسب لعمر بن الخطاب علينا أن تنتسب لقلقامش هؤلاء الناس يعني الناس أتوا كانوا أبناء بيئتهم بحسناتهم وسيئاتهم نحن 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 عندنا مشكلة دائماً لاحظت هذه مرة تشي سوى تسقط مفاهيم حديثة على أشياء قديمة يعني أنه هذا الشيء اللي تتحدث بي على عين وراس لكن أنا يعني عندما أجي أصف أصف ما يحدث على أرض الواقع ما يحدث على الواقع أنه الإسلام حال حال المسيحي وحال اليهودي دمر ثقافة المنطقة بأكملها ما كان عندنا ثقافة هذا الكلام مش دقيق أستاذنا الحبيب ما كان عندنا ثقافة راقية حتى يدمرها الإسلام يعني هرامات مصر شنوها يعني هرامات معالم معالم هندسية ولكنها ليست ثقافة يسانية معقولة معقولة اليهودية شنو يهودية مو جابوها من ملحام الدين جامش وقصة التنفان وقصة التحلق وجابوا قولة صارت ألواح موسى يا أخي معقولة معقولة هكلا ينكرها يحب وهذا اللي أنا أقوله هذا اللي جابة اليهود هو نفس النسخة سيئة من اللي هو أصلا كان موجود هم مسحوا مسحوا كل شيء مسحوا كل شيء وقالوا إنه إحنا وبس وإجعوا المسيحين وقالوا إحنا وبس نفس الفكرة وإجعوا المسلمين وقالوا إحنا وبس وحتى لا مستقبل ولا ماضي ولا حاضر الزمن تخثر تخثره الزمن وجعله متوقف وجعله أنه أبناء المنطقة كلهم ليسوا بأبناء المنطقة مجرد معلقين في فضاء اسمه فضاء الدين فضاء التوحيد فضاء الله ومحمد ومسيح وكذا وكذا خارج الزمن يعني توقف كل شيء وهذا ما حدث فعلا الآن تجد أنه 1400 سنة هذه المنطقة متوقفة عن الحياة عن التطور عن المستقبل لا لا لم تتوقف تطورت هذه المنطقة لم تتوقف عن الحياة أستاذنا ما هو أنت هذا عندك تصور أنك هذا الذي كان موجود قبل هذا 1400 سنة كانت حياة جميلة وحياة راقية وحياة عالية وحياة غير صحيح هذا الكلام هذا الذي كان موجود قبل 1400 سنة كان الناس في استعباد تحت الحكم الفارسي صاروا في استعباد تحت الحكم الإسلامي العملية نفسها أنت ما كنت عايش رفاهية حتى يأتي ناس يسلبونك هذه الرفاهية ما كانت عندك هوية إنسانية ثقافة إنسانية حتى هؤلاء الهمج أو القسات أو مثل ما تقول قطاع حتى تأتي وسلبوك منك رح أجعب الفرق وين الأديان والمذاهب التوحية أو الأديان التوحيدية والأديان الشمولية تختلف عن الأديان السابقة لازم نفرز بين شيئين حتى لا يصير خلط الأديان قبل التوحيدية تختلف تماما على أديان أخرى كانت أديان محلية كانت شعوب تأتز بثقافتها وبأديانها ومعتقداتها وبآلهاتها يعني كان حتى حتى الدين اليهودي دين محلي أتهم إله محلي خاص بيهم اسمه يهوى وخلص مالتهم يعني ما ينطل غيرهم وهكذا كان مردوخ هو إله البابلي قبله ديموزي وأشتار هو إله السومري مالتنا يعني ما يستوعب أنه ينطل إله مالي الغيره يعني شيء شخصي مثل شون أنت عندك العلم علم بلادك قالت ما ممكن يجي واحد سوري مثلا أو يجي من مصر يقول لك هذا العلم مالتك أنا أرفع العلم مالتي يقول لك عليصي استقرار العلم مالتي هذا العلم مالتي مردوخ مالتي يجي أنت تروح لمصر ترفع علم رأ يقول لك تهشيرك على قدراء هذا مالتنا هذا الكلام يعني ليس دقيق أستاذنا الحبيب لأن هذه الأديان التي كانت موجودة في تلك المرحلة إن لم تت يعني إن لم تدخل في حيز وفي طور هذا الاستباقية في الحرب والتوسع كانت ستنقرض مثل ما حصل فيها الآن لأن في تلك الحقبة وأنت تتصارع بين حضارة الفورس أو مملكة الفورس وبين مملكة الروم مستحيل أن تتواجد بدون أن يكون لك يعني نفؤ بشو يسموها طموحات توسعية ما تستطيع هذا هو قانون العصر في ذلك الوقت أنت لم تكن تستطيع أن تعيفي قال ما تحددت عن هذا لا وأنت تقول أن هذه الأديان ما كان ما عندها هذه الطموح أن ما تلك المل بدليل شنو أنا أقول لك بدليل أنه الآشورين وبعتهم البابليين غزوا مناطق الشام وغزوا حتى وصلوا مصر لكنهم ما نشروا دينهم فكرة نشر الدين هذه ما موجودة التبشير بالدين ما موجودة ظهرت ويه ظهرت بعدها الغزول اسكندر المقدون الموضوع هذا معروف يعني إراد لهذا حلقة الوحدة بس القصد أنه لا من الأشور ينسوا داخل ما يعرف يقول لك أنا دولة أجبرهم على الدين مالتي هذه فكرة ما تخترب بالهم أنه يقول لك أنا إله مالتي آشور يعني هذا ما ممكن يروح الغير فما كانوا يستمعون فكرة أنه هذا الإله ما يشد إله آشور آشور يخلي اليهود يختنعون به لا فكان الحل الوحيد يقلوا لو يذبحوهم يقتلوهم لو مرة مرتين مرة ثالثة يجابوهم سبي سبوهم مو بس اليهود سبوه شعوب أخرى بالمنطقة يعني شعوب بسوريا فهذا السبي كان هو نوع من أنواع الحل مع الزمن مع تطور الحال ظهرت المسيحية قالت لا أن الدين شمول مو مشكلة القومية لم انتهت فكرة رفعت فكرة أنه وجود قومية أو مدينة محددة كل مدينة إله لا لا أكون الله كامل وهذه قصة طويلة أنا يعني راضي حدش هواء شلون شلون تحول إله إله من إله خاص باليهود إلى إله وخاص بمكان محدد قصة طويلة هي علاقة بالمقدس والشارات الأنثروبولوجية ما لحتي بيأس لأنها قصة كل طويلة وشلون بسبب باب اللي اكتشفوا أنه الإله يهو لحقهم وعاف الهيكل ولحقهم وحزقيل يعني المهم فالفكرة أنه قبلها لا يمكن أن نقارب بين الأديان التوحيدية وبين أديان ما بعد التوحيد هذه الأساس لازم نفهم الموضوع اللي سووه شنو جماعة المسلمين لا غفر الله لهم أنه أنه شي 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 يقول لك يقول لك يابع أنه أنه أنت أنه أنت ما لك حق بأي شيء أنه إحنا جينا إحنا أصحاب الأمر والنهي وأنا أولي الأمور وأنه أنت تابع وفعلا حتى صارت الأسماء الأسماء والمصالحات الفقهية والدينية أنه أسماء حيواني أنت لازم ترتزم بحضيرة الدين وتكون يعني تستمتع بدفع الحضيرة ولابد أنه أنت تكون تابع وأحد من رعاية الصالحين والهدف الأول وخير لك أن تطيع أن تطيع وأن الطاعة هي أولا وآخرا أهم مطلب لكل مؤمن هو الطاعة الطاعة طاعة طاعة وتلقى يعني أعتقد دخلك في هذا سلف الطاعة في الفترة طويلة من عمرك يعني كل متدين دخل بالبداية وما زالوا الداخلين في سلوك في حضيرة الدين ويقدمون يعني يعني كل ما تطلب الطاعة والخضوع المهم أنا حتى ما أشتت الموضوع أن عملية التدمير هذه للإنسان وليس للتراث الإنسان في هذه المنطقة ما زالت مستمرة ولم تتوقف ولن تتوقف ما دامت هذه الأديان الموجودة الأديان التوحيد لا أخالفك بأن الأديان من أعظم أسباب التدمير الوعي أنا حتى أوضح مسألة خطيرة جدا حتى لا يفهم واحد أنه أنا جاي أنتقد لا هذا وصف إلهم لأنها تعتبر هذا العملية التي تأديها بتدمير كل شيء لصالح الخطاب ما لا تلخص بها هاي مسألة مقدسة مسألة قادمة من الله فمو مسألة يعني واحد تغلطان وتتهاجم الدين لا هو الدين هي شي كم بس إحنا ما نقدر أن نقول الدين هو هكذا وغير هكذا لأن الدين هو ما يستطيع أبدا أن يعبر عن نفسه نستطيع أن نقول مجموعة من الناس من الذين لديهم هذه التصورات يتصرفون بهذه الطريقة وكذا لأن الدين هناك عشرات الأديان وهناك عشرات المفاهيم للدين الواحد وعشرات المدارس والطرق في ممارسة وفي تطبيق هذه المهمة الفكرة الأساسية هي ماذا هي أن نحن لما نأتي ونلاحظ ما حصل في العراق وفي الحضارات القديمة هذه الحضارات القديمة لم تستطع أن تستمر وكونها لم تستطع أن تستمر هذا ليس خلط المسلمين هذه الحضارات القديمة هذه الأفكار وهذا القامل وهذه الدولة السومرية والأكدية والبابلية والأشورية وغيرها هذه الدول هي أصلا كملت طورة مثل ما كثير من الناس يأتي ويقول لك لا الغرب تآمر على الإسلام وسقط من الحكم يعني ما تآمر على الإسلام هو أنت دينك وصل لمرحلة نهاية هذا اللي يسموه انتهاء الصلاحية أنت ما تستطيع أن تستمر إلى ما لا نهاية أنت عندك عوامل موضوعية تساهم في انتشار هذه المعتقدات لدى الناس عندما تنتهي هذه العوامل عندما تنعدم هذه العوامل انتشار هذا المذهب هذه الطريقة هذا التصور هذا الفكر سيقف وبعد أن يقف مع الوقت سيتقلص وسينقر هذا هو حاج جميع الأفكار والتصورة الفكر الذي الفكر الديني السائد في تلك الحقبة نحن لا نستطيع أن نعرف بالضبط ما هي هذه لأن إذا ما نستطيع أن نعرف بالضبط كيف كان أبو بكر عمر عثمان علي سعد محمد كل أولا كيف كانوا يفكرون في تلك الحقبة بسبب يعني أن هذه التفاصيل ما نستطيع أن نعرف إلا ما وصلنا وهذا الذي وصل هو عبارة عن يعني كما لا يخفى عليك هو عبارة عن يعني أفكار الناس الذين فسروا هذا الدين في مراحل الزمنية مختلفة فكيف نستطيع أن نعرف كيف كان كيف كان هو الدين السومري كيف كان الدين البابلي كيف كان الدين ما وصلنا هو عبارة أفكار التفاصيل أهمي مو هذا القصد يعني يعني مو قصد يعني ما هم الآن السومري مرحلة وانتهت تكلمت أن هذه الأديان هي ما ليست مثل الأديان الإبراهيمية أنها إقصائية بنفس الطريقة ما كان كانت أديان عادية يعني أديان أديان كيف نعرف إحنا هذا الكلام الأديان وأحلام كلها انقرضت أنا مو قصد أقولك نرجع نجيب ذي الأديان ونحطها لا مو هذا الفكرة حتى توضح المسألة الخطيرة اللي دائما اللي ما فتهمه البوست ما أنا أقول بأنه من أتى سحق كل شيء وهذا كان موجود هذا الفكرة ما كان موجود هو السحق لا المعلي كل شما مو مشكلة كل شما ما يخالف الفكرة مو هنا الفكرة إنه يجي شخص أو تيجي مجموعة تهيمن عليك بالكامل وتمسخك بالكامل وتلغي كل شيء وتعتبرك أنت مو إنسان تعتبرك أنت تابع وعليك أن تسلم أو تستسلم ما يكون خيار ثالث والكل استسلم اللي ما استسلم قلت وبعد غاب يعني ما موجود واللي يبقى هو مستسلم علما لأحفاد دولة طريش وما زالوا أحفاد دولة طريش لحد هاي لحظة يتخاتلون فيما بينهم هذا مختدى الصدر وهذا دولة ببغداد وبالأراق وهذا السستاني وهذا الحكيم وهذا ما عرف منه هم ببيناتهم يعني وإحنا يعني سقط المتاع مالتهم هاي وإحنا الأدوات اللي يستعملوها إحنا اللي يتفعلهم خمس إحنا اللي بوبوس أيديهم وهكذا الحال مع جماعة السنة هم أتهم طريقة أتهم الهاشميين وغيرهم نفس اللعبة اللعبة بس اللعبة الشيئية شوية أقوى وأوضح يعني أكثر وضوحا لأن تم تأسيس إلها مذهبية الفكرة مو هنا الفكرة مو أنا مو أتصت أقول أنه أكو قدامش وكو بابل وكو سوماروك وفراعنا لا مو هاي فكرة الفكرة يأتي أنه يجي الشخص يمسحك بالكامل يدمرك ويخليك تتوسل به ويخليك أنه تعتقد بأنه أنت منتسب إليه الفكرة وين وليش يسوي حتى نعرف القضية وين يخليك تشعر بأنه أنت لا ترتبق بهذه الأرض حتى يأخذها إليه حتى يختصبك يختصبك إنسانيا ويختصبك مكانيا ويختصبك ثقافيا وبالأخير يعني يلعن أبو أبوك أو يعتبرك تابع دليل وجاهل ومتخلف ومن الدهماء ومن الرعاق يعني فوق كل هذا تخيل تخيل حجم يعني الاستهانة والاستخفاف والاستغلال والاستعباد بالناس تخيل وما زالتها العملية مستمرة لهذه اللحظة بعدما يجي شخص يقول لي أنا مسلم ما أنا كذا أقول لي أخي التشبيك أنت ما تفهم أنت ما تفهم أنت ما تقول أنا مسلم أوك على عين وراسي أنت مسلم لو أقرأ الإسلام ما تقول لك قال لك الولاة هما من قريش تروح على الشيعق لكن الولاة هما من بني هاشم وتعديدا من أولاد الكاون هاي شو المعنات ما تقول لك إلغاء كامل لكل الناس إلغاء يعني يعني ما أعرف ش أسميها يعني ش أسميها هذه هي نظرة قديمة للحكم كانت عبارة أن لابد أن أتنحصر في عوائل معينة أنهم قولوا بالحكم من غيرهم هذه هي نظرة قديمة نظرة الرجلية القديمة إذن هي مو الفكرة عن نقول إحنا ابنائج الجامل مو هاي فكرة الفكرة أنها هويتنا الآن ممسوخة ومسحوقة ومدمرة ويعملون باستمرار على تسقيطها وإلغاءها وتشطيفها وتحويلها مجرد أتباع ومجرد رعية رعية تتوسل أن تكون أن تعيش في دفع الحضيرة هذا اللي ها هذا أنا متهم وأنا أعارض هذا الكلام بشدة مش كلامة كنت ولكن الذي يريد أن يمحي حقوق الناس ودائما يريد أن يضعهم تحت درجة أقل من درجته هذا الكلام يعني أنا أعارضه بشدة بغض النظر من وين يجي ومن وين يطلع المفهوم الذي أنت ذكرته الآن قبل قليل لما قلت لي أنت تخلط بين مفاهيم الحداثة والواقع وكذا وأنت عشان ترتقي بواقعك لابد أنك تدعو وتنشر مفاهيم الحداثة ومفاهيم الحداثة التي صار فيها الكلام هو أنك أنت الآن الحل مش أنك تنتسب إلى بابل أو قلقامش أو الإسلام أو الشيعة أو السنة أو كذا الحل لمثل هذه الأمور هو أنك تنتسب للمعايير الراقية الإنسانية اليوم وليس أني أنا أأتي وأجعل الحرب ما بين حضارتين قديمتين ما بين سومر وشو بيسموه سومر يهود أو أو مسلمين عشور أو ما شابه لا هذا هو ما هو الإشكالية كيف هذه كلها نفس المعايير ما أنا الآن لو أفكر بعقلية المسلم راح أفكر بنفس الطريقة وأكاد أجزم يعني لو نحن ما نعرف يعني بضبط كيف راح يكون ولكن لو كانت هذه الحضارات موجودة وقدرت أنها تستمر كانت راح تمر بنفس الطور لأن هي مارست نفس الأفعال فإذن الفكرة ليست أن أنا كنت راقي وأنت أتيت ومحوت إنسانية ما أحد أحنا شعوب هذه المنطقة كنا نحكم كنا نحكم من قبل الحضارات المتعاقبة وكنا جزء من الغنائم جزء من عزبة الحاكم جزء من ممتلكات الحاكم كنا ولازلنا ولازلنا لماذا لأننا ببساطة شديدة لازلنا مقيدين بهذه المفاهيم الرجعية ولا نريد أن نتطور إلى مرحلة الإنسانية الحقوق الإنسان والقوانين الديمقراطية والقوانين نعم هذه مفاهيم حديثة هذه مفاهيم كلها حديثة وتصطدم بالواقع ولكن هذا إذا تريد أن تطلع من هذا الواقع كيف رأي تطلع لازم تخلق مناخ هذاك اليوم لما كنا نتكلم كنت تتكلم عن الفضاء الديني الذي يحكمك ما هو أنت لازم تقدم فضاء ثاني هذا الفضاء الثاني يش هو هو لابد أن يكون فضاء مخالف لهذا الفضاء الديني مخالف لهذا الفضاء السلطوي مخالف لهذا الفضاء الذي يعني يهيمن على كل صغيرة وكبيرة ويطمس هوية الفرد ويجعله جزء من منظومة الفقيهة ومن منظومة العالم أو الشيخ وفي النهاية الكل يصفي مثل ما قلت هو في سواء في ولاية الفقيهة أو خليفة قريش سواء كان البغدادي وكان الخاملين نفس الفكرة فإحنا الآن شو يعني ليش يعني من الأول أنا كنت عارض لأنه ببساطة شديدة نحن نفاضل بين سيئين وهذا أنا يعني أنا ربما أليني عايش في الغرب وعندي هذه الرفائية أنا مش مضطر أني أفاضل بين السيئين أنا أختار الأفضل اللي موجود الآن على الساعة بغض النظر حتى لو كانت البلاد العربية أو بعضها على الأقل بعيدة عنها سنوات ضوئية أنا مش مضطر أني أأتي وأفتح جبهة على المتدين أو على المسلم بس أكمل أكمل الجملة أنا لست مضطر أني أفتح جبهة مع السنية والشيعية والإسلامية وكذا بتاريخ أنا لا أستطيع أن أثبت يعني مفاهيم من أتى بعده بألف أو ألفين سنة فكيف أثبت هذه المفاهيم لا فكيف إذا أنا أصلا عندي مفاهيم راقية الآن أنا عندي مفاهيم الآن البشرية استوعبتها وبدأت تدخل في حيز التنفيذ وبدأت تدخل في حيز التطبيق وهناك تشجيع لهذا وهناك مؤسسات وهناك عندنا نماذج من هذا الكلام نماذج هذا النماذج يعني وين كان يعني على ما فيه من علاه يعتبر من أفضل للنماذج لتطبيق قوانين الديمقراطية وحقوق الإنسان وما شاب فأنا لا أشأتي وأفتح جبهة الإسلامي بحضارة أو بقوانين أو بانتساب رغم لمنطقيتها يعني مثل ما قلت وتدخل الشعوب وقوانين العصر وكل هذا الكلام رغم لمنطقية هذا الكلام ليش أنا أنا أناقش بحضارة هؤلاء إذا هم أصلا كانوا يعني على حد سوافل في السوء الاثنين قاموا على أنقاض شعوب ثانية الاثنين قاموا على أنقاض ممالك ثانية الاثنين قاموا على الدماء وعلى سياسة السبي والغنائم واستعباد الناس ولكن الآن لا الآن عندنا عندنا مفاهيم جديدة مفاهيم راقية مفاهيم نستطيع بكل أريحيا أننا نأتي ونقول نعم هذا المفروض أننا ندعو إليه وليس أن نجعل الصراع هو الصراع التاريخي بين يعني ذولتين زالتا أو بين حضارتين زالتا والذي بقى منهما هو الآثار الجانبية في واقعنا وهي المتمثلة بهذه الأحزاب والميليشيات المسلحة في العراق وهي ليس صنيعة الدين بقدر ما هي صنيعة الواقع المريضة المناخ الغير صحي الموجود والذي تطلع لنا هذه النماذج ليس الدين الدين موجود بكل أماكن بالعراق بالأوروبا باليابان لكن ليش ما يطلع لنا هذه الميليشيات وهذه الساب وتقطع وتتحرق وتقتل وتسوي لأن ببساطة جدية المناخ مش بوهيئة لها ولكن في عراقنا المناخ خوئة لمثل هذا الكنام وتهيئة المناخ ليس بسبب قوة الدين بقدر ما هو بسبب قلة الوعي لدينا فضر الساب أنا قلت لك ليش قلت لك الوعي مهنا هي نرجع لحسب الموضوع حتى نسأل ليش هم يعني يعني ليش إحنا ليش تلومني من يقول أقول تعطرك أنا أقول قلت تعطرك وما زالوا حتى هاللحظة هم قلت تعطرك ما زالوا حتى هاللحظة هما يستعبدون الناس بالعكس هم مجرمين ومستعبدين وبالمعنى الحقيقي لكلمة مو استعمار استبداد هؤلاء فاشيين واستبدادين وناس أنت الآن تقع تقع فيما تنكروا علي أوستاذ لا تستخدم مفاهيم الحداثة الاستبداد وما شابه في مفاهيم تاريخ لا 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 أنا أخصد هؤلاء في حيول هاي تسميات حديثة بس هاي مفاهيمة أنا ما أتحدث عن وعي وتحدث عن حداثة وتحدث عن إنسانية لا ما أجبت هاي المفاهيم الاستبداد هو مفهوم قديم يعني الاستبداد والاستعبات مفهوم قديم ما قلت كلمة استعمار مثلا يعني كل حال هي الفكرة يعني هي هاي كلمات عامة ما تجرد تختصرها بالقديم وهاي القضية هؤلاء استعبدوا الناس حتى راعة السافر عندي المهم المعذرة لا 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 الفكرة لأنه أقول هؤلاء ما زالوا مقطاطرهم مجرمين وهؤلاء استعبدوا الناس وما زالوا يمارسونها العمل لم تنتهي إن هؤلاء فصلوا بينهم وبين الناس وبين الشعوب ودمروا هاي الشعوب مسخوها بالكامل وجعلوهم قطعة ملحقة بهم يعني قطعة ويمنعهم أي فرصة لأي تطور وأي ثقافة مختلفة تجعلهم هذا اللي شي صار وما زال مستمر احنا نجي نعتزب هاي المسألة عندما تجي تقول لي كيف يتحرر كيف يتخلص معتهم لا تستطيع لأنه مدمرك هو لا يأخذ فلوسك لا يأخذ أراضيك يعني لا يمنطيك أي فرصة كيف يمكن أن تتحرر كيف يمكن أن تتحرر الآن لماذا لا يستمع عنه قليلين لأنه يأخذ عطب ملأتهم ما هي الطريقة القديمة للقرون الوسطى ما هي اقتصاديا ما يفعله هو أنه يفعل لك عصابة عصابات تستوي على كل شيء وتحتل وتأخذ الثروة والمال ومقابل أنه تجعل الناس يأيشون في أمل وتحضر لك هاي كيف يمكن أن تقدم لهم لا ماء لا كهرباء لا خدمات كيف يمكن أن تقدم لهم واجب الحماية على بيته وعلى وضعه وعلى أملاك هاي وتأخذ مننا ضريبة وخلاص وواجب الرجالين ما يفعلون يستولون على الأراضي وهذه عملية مستمرة أكو جنت أكو حكام هاي يسمون مارك يسميه اقتصاد القرون الوسطى هو هذا اقتصاد القرون الوسطى قائم على الغزو واستلال الأراضي وامتلاك العقارات والعبيد وباقي العبيد هي هاي ما أعلم شي ثاني وهي العملية لحد هذه العظمة موجودة لهذا السبب الشباب يرفضون الحضارة يرفضون الحداثة يرفضون العالم الحديث لأنه هذا يدمرهم تماما لأنه قدم أنا أتيح الفرصة للمفاهيم الحضارة والحداثة والألم والتعليم يعني ما راح يبقى هذا وراء سنتين أو ثلاثة الناس تعلم المسألة وتفهم الخضية يعني 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 ينتهي الموضوع فما لا قيمة هذا الدم الأزرع بعد ما لا قيمة يعني ما أحتاجه راح يشير عندنا عملية إنتاج مستمرة يشير صرع طبقات إنتاج على طريقة ماركس صرع طبقات اقتصادية وصر مصالح وصر دينتي تتفكك هذه المنظومة الألاقات الدينية يعني استبدادية فما أحتاجها فهذا لهذا السبب الشعوب من الشعوب المتخلفة والشعوب الوحيدة يعني خارج التاريخ وخارج الحضارة وما يقدمين أي شيء للعالم يعني لا علم ولا تقنية تتخيل أن شعوبنا ما يوجد يعني تتخيل شعوب أربعمائة مليون نسمة هاي بس العرب المسلمين الشعوب العربية مليون مليار وسبعمائة ثمانمائة مليون ولا ما قدم أي شيء لا علم لا تقنية لا فهم لكن شو ما قدم ما شو ما قدم خير وذول اللي باندونوسيا ذول اللي بماليزيا شو تسميه ماليزيا الصين الصين وقومتهم الصينين الصينين نشاطهم صينين مختلفين العالم ها الصينين شو ماليزيا لانا عندك مئات المنتجات مع ماليزيا وتصدر لكل العالم من هو التجار الصين غض النظر أنت هذا الذي تقدم هذا الصنع ماليزيا هذا هو ناس مسلمين ما يقولون أن المسلمين ما قدموا شيء ولكن هناك ضروف موضوعية أنت موضوع لا لأ هو مو قضية أرقية ولا قضية أن الدين الإسلامي سوف تأخذ لا تطلب منك أن تكون لسيق بعصرك вас ودعوانك أنت لسيق الدينة لسيق بالفكرة الذي مُت 所以 يطر لأطبع أنت تعمل تفسير للدين أنت تسوي تفس всё اللي دين أنت تريد أن تقول أن الدين يقول لك الدين لا يستطيعوا أني تقول أنت تعمل تفسير للدين أنت إذا كان عندك وعي تعمل تفسير مناسب لهذا الدين إذا ما كان عندك وعي تعمل تفسير وتخلفي الدين قدمي تفسيرك بسبب أنه التخلف شيء مرافق لشيء اسمه دين ليس شيء مرافق هذا التخلف ذكرناه في المقابلة السابقة الدولة العثمانية والتبعات الدولة العثمانية بسبب الفكر المتجمد المتخلف وأن الدولة اعتمدت على نظام عسكري بحث وإلى دولة الإسلامية والرغم كل علاتها من الأنجل المسيحين نفس الحال المسيح الفترة تقول أن المسيحين هي صورة متقدمة من الإسلام كيف لا لا المسيحين مو متخالفين المسيحين يسموها الأصور المظلمة ولكن هم استطاعوا لما ارتق الوعي عندهم لما زاد الوعي عندهم شو صار استطاعوا أن يقدموا تفسير مخالف لهذا الذي موجود للدين تركوا القتل تركوا محاربة العلم تركوا هذا الكلام فصارت مسيحية مديرن متى تركوا العلم مو تركوا العلم بعد ثورة فرنسية بعد ثورة الفرنسية من عندما هزم الدين مو قلت لك هاي اتفاقية والسفالية الدين لم يهزم الدين موجود ولكن الوعي زاد عند الناس الدين لا يمكن أن يهزم أو يربع لأن الدين من العالم وعي الوعي بدون ثمن الناس الناس لكن صحيح هناك ناس كان يسرون دان جاك روسو كان يكتب ينشرفت شي مو باسمه وينهزم يروح على جبال جبال سويسرا إيش فترة سنوات مهزوم ديكارت نشر كتابه وينهزم الهولندي هوبس انهزم من انجل ترى ليش من رجال الدين وجه الهولندي من رجال الدين صحيح من رجال الدين لأنه مرعوبة ديكارت ولكن هذا رجال الدين نازالوا موجودين اليوم ليش ما يعبلوا نفس الشي منهزمه وينه شابه وينه صارت بالضبط لماذا؟ لأنه عندما يزداد لديك الوعي عند غالبية الناس هؤلاء رجال الدين بضاعة ما رح يلاقيه لازم لازم نحدد المسألة الآن الوعي شيء لا يرغب به رجال الدين ولا الدين بأكمله الوعي الدين لا عنده رغبة الرجال الدين نعم لا لا الدين بأكمله هو يطالبك بأن تكون مطيع واتابع وأنه يعني تطبق تعالي من دين وأن تصبح تابع وانتهى الموضوع يكون لديك وعي هاي مسألة أنا يكون لديك وعي بطرق الطاع كيف تكون مطيع جيد كيف تكون عابد صالح كي يسموه هم يجملوها عابد صالح ها كيف تكون عابد هو عابد بعد هو ماك الخير أسل الأسل على الأبار ها ها فهو عابد يعني بعد أكوى أسوأ من أن تكون عابد وتكون عابد صالح أنت الآن أنت الآن لا لا قد العابد صالح في التفضيل أنه هذا العابد هو عابد صالح ومعابد صالح لا أنت أنت ما تتوقع أحيانا بأكمله كالشعوب صارنا 1500 سنة نحن لابد أن نثبت بأننا مو عابد مو عابد صالح تخير ها لأ الآن المهمة الرئيسية أنه دائما نحاول أن نثبت بأننا عابد صالحين لا بأس إذا أنت أنت صلاحية عبوديتك يعود للمجتمع وللفهم وللعلم بخير خلي تكون عابد صالح وين المشكلة عابد تخير يعني عابد شو نعبد واحد يريد يصير عبد أنا شا سوي له هذا حر أنه يصير عبد أنا شا سوي له يعني فاحد يرى نفسه عبد أنا شا سوي له من هو الحاكم ما لنت كي يجب رأك يصير عبد الحاكم والبأتقد ما لأ أنا أنا إذا لا معلمين لا لا أنت أنت عندك يعني تعمل عندك حالتين قداما الحالة الأولى عندك ناس مرتبطين بمفهوم يسمونه دين هذا المفهوم يمثله لهم واحد اثنين ثلاثة أربعة من الشخصيات الدينية تمام هذا الذي يصدر من أفواه هؤلاء الرجال عند الغالبية الساحقة من هذول الأتباح هو الذي يسمد الدين وما عنده ويريد يممثل في ناس لازم يتمثل الحالة الثانية هي شنو ناس ثانية ما تلتزم بهذه المنظومة كلها ما يهم أنت الآن في معركة في صراع في في محاولة أنك تخرج من هذه الهيمنة من هيمنة من هيمنة ثلاثة أربعة الذي يقودون الجماهير الغافيرة أنت الآن كيف تقوم بهذا الكلام إذا أردت أنك تأتي وتقول أنا سأزيل الدين هو مش الدين اللي عمل هو الوعي ليك لأن والدين اللي ساته موجود أنت ليش ما أصبحت ضمن هذا الدين لأن ببساطة شديدة أنت ازداد عندك الوعي فتركت هذا الكلام أو ربما ملتزم به جزئياً مثل ما يفعل كثير من الناس ومثل ما هو حال الكثير من الناس العلمانيين تراه أنه يقول أنا أمن بالله أنا والإسلام شي جميل أنا والرسول شي جميل ولكن أنا أمن بمفاهيم الحداثة بمفاهيم حقوق الإنسان وما شابه هو يؤمن بهذا أنت بس بالله علي بالله علي فالفكرة أنت تستطيع أن تعمل هذه عملية التوازن أنت تحتاج إلى ماذا تحتاج إلى أنك تزيد عدد هؤلاء الناس الذين مثلك الذين لديهم وعي سواء من كافة الطبقات طبعا كل طبقة مثلا الطبقة الكبيرة الوعي عندهم قد لا يحتاج إلى أن يصعد إلى درجة معينة درجة ضئيلة اللي بعدها يحتاج إلى وعي أكبر وهكذا بحيث تصل إلى درجة من الانتشار ومن القبول هذا الذي أمامك لا يستطيع أن يحرك الشارع مثله هكذا انتصرت أوروبا وهكذا استطاعت أن تبني مفاهيم الحداثة ما إجاء خمسة أشخاص وقالوا يلا خلينا نجي ونشيل الدين وهذا الذي يحصل الآن في العالم العربي موضوع العراق والسورية حالة استثنائية بامتياز ليس لأنه موجود هناك دين ولو يوجد ولاية فقية أو يوجد داعش ويوجد بغدادي ويوجد قريش ولأبدا لأن المناخ مناخ ثوري في صراع طائفي في صراع عرقي إثني هؤلاء الناس صارت لديهم تراكمات تاريخية في قتل وتشريد وانتقام وكل هذا الكلام لذلك أي شخص أي فكرة يجا يرفع الشعار يحاول أن يجمع حوله مجموعة من الناس لكي يقوموا بهذا القتال سيلقى قبولا مثل الحال في فلسطين العلم أن وعي الشعب الفلسطيني أغلب الفلسطيني ناس يقرؤون ناس كذا ولكن لأن المناخ الثوري المناخ الثوري يصنع هذه النوعية من احتكار السلطة ومن تسيس الناس ومن قيادتهم نحو المجول هو الإسلام شنو هو الإسلام هو هو إسلام الله جابه وقف على حصان يحارب 14 ساعة هو صح هو ثورة من قاعة يعني ولكن هذا الإسلام ليش ما يسوي نفسه بأوروبا ما يقدر حسنا مثلا صديقنا حالة تمني وشي يقول يقول الدين هزمة في أوروبا وأصبحت كنيسة رمزية ولا تخالف العين بل بماذا هزمة هو الدين لا يهم ودين موجود في أوروبا تروح بكل 200 خطوة تلاقي لك كنيسة الدين موجود في أوروبا مثل ما هو موجود بأي مكان ولكن الدين مش موجود هي معزول عن الدين وعن الدولة ولكن ليش الدين معزول عن حياتنا لأن الناس ما صارت ترغب بهذا الكلام وما صارت تقبل أنا أقولك حتى لا يصير خلط بالأمور حتى نحصل من الموضوع أنا أقولك تخيل الآن الشخص ولد الآن في مدينة الحرية في بغدان مثلا الشاب صغير يعني بدأ تتفتح عنده معالم الوعي والإدراك وليد يتعلم ماذا يجد أمامه يجد أمامه الشارع ماشي بجامعين أو ثلاثة أقرب يعني ما يكشي الجامع الناس ماذا يجد يجد هؤلاء ويجد ناس لو الأبطامة لو جماعة موالد وأوراد وهذه قضايا السنية لو محافظ سنية لو محافظ شعية واثنين هم يدخل اليوتيوب يدخل الفيسبوك ما يفيد لا أوكي دخل ما يجد يسوي يعني هو يريد يشتغل ما عنده فلس ولا عانا إذن يروح يريد يشتغل يروح وين يروح لازم يستجيب إلى مدير أو مسؤول في منطقة محددة أو تاجر التاجر هو خاضع لرجل دين أو لمسؤول خاضع لرجل دين فالمسألة ملظومة فالتحت لديك تفكير مختلفة ما تجد الحل السليم أنه أنت تندرج مع الحالة يعني أنت كإنسان بسيط شاب صغير ماذا تفعل يعني فإذن ما عندك هل آخر أنت يعني مبرمج بالعراقي ما عرف تعرف هالكلمة مبرمج يعني شون مبرجم مبرجم يعني يعني الملفوفة عليك والمثلوح فما تقدر يعني لابد أن تستجيب بينما في أوروبا كيف سقط يعني سقطت هيبة الدين لسبب بسيط أنه الدول الأوروبية ما كانت دول رائعية أنا قلت لك أنه الدول ماذا تفعل بدول رائعية أنا قل لك الدول أنا ما كمل الكلام قلت أنه الدين النموذج الإقتصادي الدول بالقرون الوسطى أنه يجي غازي أو مجموعة من الغازات كالعراب وغيرهم الفورس المغول يجي يستولي على البلد أو على المنطقة وخلص يأخذ الأراضي إلى وكل الأموال يسحب إلى وبعد ذلك يبدو يوزحها على الناس للأجباء يعني يعطيات أو هدايا أو كراميات وهذا المسألة مستمرة لحد هذه اللحظة يعني موش فهذه العملية جئلة الناس بأكملهم تابعين للسلطة فالغرض الوحيد وهكذا أصبح الناس مسلمين نكروا أصلهم يعني بلدان هو موضوع الحلقة إنه ليش نكر عصرنا ليش لأنه لازم نكر عصر هذا أتأكد يعني شنون راح أخسر لا أقدر أحصل عمل لا أحصل الوظيفة لا أقدر أعيش بأمان أو بأقصر حوال أصير مسلم إذا كنت هل مو مسلم فهذه العملية وما تقر تفلت من أيها مو بتفلت في أرب الموضوع يختلف يعني مثلا المسلم فلاح مثلا شخص فلاح بالكوفة أو أو بواسط هذا المي المي اللي ييجي عليه مين ييجي يراكو شخص يأكو سلطة تسيطر عليه حركة المياه من السلطة إذا جواعد أخذ حقا بالمياه اللي تزرع به وتأكل وتشرب من وراه أو تزرع وتحصل محصول وتبيعه وتحصل كفلاح يعني وأدك من توجه فإذا هذا من ينتجي لازم أكو سلطة مركزية في هذه البلدان في أوروبا لا موجودة هذه السلطة لا موجودة لهذا السبب رجال الدين لم يسيطرون لا يستطيعون سيطرون عنها لأنه صارت عملية قطاعية يعني يعني عندما تقرأ تقرأ ماكس فيبر يتحدث عن انتقال البروتستانتية يعني موضوع معقد ما يدخل بس هي الفكرة أنه الدين هزم في أوروبا بسبب الظروف والطبيعة الصراعية وسبب اكتشافات الجغرافية الأوروبين طلعوا وشافوا العالم شافوا أنه شيء آخر مختلف شافوا الناس عندهم مديان عجيبة قالوا هل هي أديان يعني هذا دين أدنى هم أتم دين مثل ما يعني هل قلنا هذا الدين هو نفسه بدوا يكتشفون لحدنا كشعوب محاصرة لا لا يسمع لنا بالاتصال بالآخرين تخيل أنا عمر 40 سنة ما شايف أجنبي في حياتي تخيل ما شايف بالأراقة عمر عمر حد 2006 ما شايف يعني تكمرة صار عندي حوار مع أجانب يعني كنت أجيدي الإنجليزية بس بس يعني بكلام عام وخايف خاف أجانب لا يصير تلتقي بهم فتخيل جد كنا ما زمين بينما الأوروبي بالقرن بالقرن خامس عشر اكتشف أمريكا وليس هدف أنه يعني الهدف كان يعني بعث عن الذهب وبعث عن شيء أخرى بعث عن تواب الهند المهم فاللي صار بعد ذلك يعني هذا اختلاف هائل هو اللي دمر الدين دمر سلطة رجال الدين لأنه رجل الدين كان ما يقدر يسيطر ما يقدر يتحكم بالآخرين ما يقدر يستعب بالآخرين لأنه لأنه الأمراء وأصحاب الطاعيات هو كل واحد منطقة تهساني قاعد في هولندا منطقة لحد الآن أمراء هي منطقة صغيرة يعني يعني مساحة مدينة صغيرة ها وهي أمراء وثم قلعة وثم كذا وثم استقلال كامل وما يحتاجون الماء حتى ماء ما يحتاج ما يحتاج سيطرة على الرأي ما يحتاج وإذا سيطر على الرأي وهذه فكرة حتى يعني ما تتوسع وإذا يقول ليش الصين رغم أنه كانت متقدمة أكثر من أوروبا فشلك لأنه كان نظام رأي مركزي ويستيطر على الناس يستعبد الناس في أوروبا لا تقل استعبد لأنه تمطر الدنيا يزرع ويأكل ما يحتاج ما يحتاج السر ملك براسل السر ملك براسل لا لا يحتاج تقطع الماء يقطع تنزل المطر يزرع ويأكل مهم حتى ما توسع الماء الفكرة يعني حتى أقول لك الفرق الهائل بيننا وينهم لماذا ما زلنا أبيل ومستعبدين ولماذا هم ما ما زالوا شوية طوار حال جام تفضل شكرا أنا أتفهم هذا الكلام الذي تقوله ولكن مسار الحركة التي صارت تعارض الهيمنة الدينية ولا مجموعة من العوامل إحدى هاي العوامل يعني ذكرتها ولكن هي ليس العامل الرئيسي أو المؤثر الأساسي في تغيير الوعي لدى الناس وينما تأثير الوعي وأساس هذا الكلام أنه ومثل ما يعني ذكر لك ماركس وأنجلس في البيان الشوحي قال لك أن الإقطاعية هي اللي أنتجت البرجوازية والبرجوازية التي أنتجت الرئيس مالي فالفكرة ما بين الإقطاعية والبرجوازية هناك وعفوا ما بين البرجوازية والرئيس مالية هناك حالة تدهور حالة إشكاليات كبيرة جدا في مستوى المعيش عند الناس وكانت هناك يعني عجلة المثقفين تصعد وأصبحت هناك يعني يعني كلمة ختامية كلمة ختامية الموضوع لأنه قد خمس دقائق إذا عدت كلمة ختامية أنا أنا كلمة الختامية فقط أني أقول أن تغيير الحال يكون بزيادة الوعي عند الناس وزيادة الوعي يكون بترسيخ مفاهيم الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة وكل هذا الكلام وليس صراح حضارات هي كانت يعني دموية في السابق وآثارها لازالة دموية في وقتنا الحاضر وشكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لهذا الحوار الشيء لا جميل شديد أنا أيضا أنا اختلافي بينك حتى كلمة الختامية يقول أنه علينا أن نفرق بين التمنيات وبين بين الإمكانات أنه وأنا ممكن نتمنى وأنا أسمع كثير حديث أنه هناك تمنيات بأنه يجب كذا ويجب كذا ويجب كذا وأنه يجب أن نطبق مبادئ الحداثة وهذه كل العملية كلام جميل ولطيف وأنا نتمنى لكن علينا أن نكون واقعين أكثر وأن نشاهد الواقع كما هو وننطلق من من الواقع كما وصف الواقع أول مرة وبعد ذلك نبدأ يعني يعني نقدم المقترحات لمعالجة هذه الواقع أما نتمنى بنشر الواقع فهذا لن يحدث لن ينتشر الواقع بالعكس الواقع الآن في حالة الحجار مستمر والناس الذين يسيطرون على عمليات التوجيه المعنوي والسياسي والديني هؤلاء يزيدون إغالا في تشويه كل ما له علاقة بالوعي السليم والصحية هذا قصدي فأنا أقصد دائما أدعو وأقول أنه كلامك جميل وحلو لكن هذا كلام الجميل والله يؤدينا أكثر وما يشيط هذا قصدي أنه عليكم واقعين أكثر وشكرا جزيلا وإذا عندك كلمة أخيرة حتى نسلم لا أشكراك وشكرا أنا أريد أن كلمة أخيرة تكون لك شكرا يلا مع السلام وعندنا موضوع القادم حتى أذكر أنا مستعد للموضوع الإيمان تسمعني أنا أسمعك وأنا جاهز جدا أنا أعود عليه بشكل كبير لأن أريد يصير فالشيء جدا متميز وأدنا أفكار أعتقد غير مطروقة أعتقد يعني أستشرف هذا الشيء وأتمنى أن أقدم بشكل جيد ومرتب أكثر مع السلامة وشكرا جزيلا ومشارك لك مع السلامة مع السلامة شكرا جزيلا أصدقائي المتابعة وأتمنى أن أقدمكم شيء مفيد وإلى المتقى في لقاء مقبل حول موضوع الإيمان مع السلامة والتصبع على خير شكرا جزيلا شكرا جزيلا